كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا للكاتب بريان تريسي إلى المقدمة المقدمة أشكر لكم اختياركم لهذا الكتاب وآمل أن تساعدكم هذه الأفكار كثيرا كما ساعدتني وساعدت الآلاف من الناس في الحقيقة آمل أن يغير هذا الكتاب حياتكم إلى الأبد ليس هناك وقت كاف أبدا لفعل ما يحل لنا فنحن فعليا منهم يكون بالعمل وبالمسؤوليات الشخصية والمشروعات وأكتاس المجلات المعدة للقراءة وأكوام من الكتب التي ننوي أن ننجزها في أحد الأيام لكن سرعان ما نتناولها بسرعة خاطفة غير أن الحقيقة هي أنك لا تريد أن تتناولها بسرعة خاطفة ولن تستطيع أبدا أن تحصل مباشرة على كل تلك الكتب والمجلات ونشاطات وقت الراحة التي تحلم بها إنسى فكرة مشكلات إدارة الوقت بأن تكون أكثر إنتاجا لا يهم كثرة الأساليب الإنتاجية الشخصية التي تتقنها فهناك دائما الكثير الذي تود فعله ويدركك الوقت ولا يهم مقداره تستطيع السيطرة على وقتك وعلى حياتك فقط عندما تغير طريقة تفكيرك وكيفية التعامل مع تيار المسؤوليات التي لا نهاية لها والتي تعترضك كل يوم ويمكنك السيطرة على مهامك ونشاطاتك فقط عندما تتوقف عن أداء بعض الأمور وتبدأ بتنضية وقت أكثر على النشاطات القليلة والتي ستغير فعلا مجرى حياتك لقد درست إدارة الوقت لأكثر من ثلاثين عاما وانغمست في أعمال بيتر دراكر وأليكس ماكينزي وألان لاكين وستيفين كوفي وآخرين كثيرين وقرأت المئات من الكتب والألاف من المقالات حول النشاطات الإنتاجية والشخصية وكانت المحصلة هذا الكتاب وفي كل مرة أحصل فيها على فكرة حسنة كنت أجربها على عملي وحياتي الشخصية فإذا نجحت أدرجتها في خطاباتي وحلقات بحثي وعلمتها للآخرين كتب غاليليو مرة لا تستطيع أن تعلم شخصا شيئا لا يعرفه بل تستطيع أن تحضر ما يعرفه إلى ذهنه فحسب وبالاعتماد على مستوى معلوماتك وخبرتك تبدو هذه الأفكار مألوفة وهذا الكتاب يجعلها في أعلى مستوى من اليقظة عندما تتعلم هذه الأساليب والطرائق وتطبقها مرارا إلى أن تصبح عادات فإنك ستغير بذلك مجرى حياتك بطريقة إيجابية جدا قصتي دعوني أخبركم قليلا عن نفسي وعن أصولي هذا الكتاب بدأت الحياة بالقليل من المزايا علاوة على عقل فضولي وكنت مقصرا في دراستي فتركت مقاعد الدراستي من دون أن أتخرج وزاولت أعمالا شاقة لعدة أعوام ولم يكن مستقبلي واعدا وكأي شاب حصلت على عمل في سفينة لنقل البضائع وانطلقت أجوب أرجاء العالم ولمدة ثمان سنوات سافرت وعملت واستغرقت في السفر وزرت بحكم عملي أكثر من ثمانين بلدا في القارات الخمس وعندما لا أجد عملا كنت أعمل في المبيعات أطرق الأبواب وأعمل بعمولة ثابتة وكافحت متنقلا من بيعة لبيعة إلى أن بدأت أنظر حولي وأتسأل لماذا يعمل الناس أفضل مني بعدها قمت بعمل غير مجرى حياتي قابلت بائعين ناجحين وسألتهم ماذا كانوا يفعلون وأخبروني وفعلت ما نصحوني به وارتفعت مبيعاتي ونتيجة لذلك أصبحت ناجحا جدا جدا إلى أن أصبحت مدير مبيعات وبوصفي مدير مبيعات انتهجت الأسلوب نفسه راقبت ما يفعله المدراء الناجحون وفعلت مثلهم إن عملية التعلم هذه وتطبيق ما تعلمته غير مجرى حياتي وما زلت مندهشا كم هي بسيطة وواضحة فقد تعلم ما يفعله الناجحون وفعل الأشياء نفسها إلى أن تعصل على النتائج نفسية يا لهامي فكرة وببساطة ضع بعين الاعتبار أن بعض الناس ينجزون أعمالهم بشكل أفضل لأنهم يؤدون بعض الأشياء المحددة بشكل مختلف ويفعلون الأشياء الصحيحة بشكل سليم وهم يستغلون وقتهم على وجه الخصوص إلى أبعد حد بشكل أفضل من الشخص العادي واستنادا إلى خبرة السابقة الفاشلة فقد نمت لدي مشاعر عميقة من الدونية والشعور بالنقص وأصابني هوس عقلي وأنا أعتبر الذين يعملون بشكل أفضل هم أفضل مني فعلا فتعلمت أن هذا غير صحيح بالضرورة فهم يعملون بطريقة مختلفة وما يتعلمون فعله ضمن حدود معقول أستطيع تعلمه كان هذا كشفا جديدا بالنسبة لي وكنت مندهشا ومنفعلا إزاء هذا الاكتشاف وما زلت وتيقنت بأنني أستطيع أن أغير مجرى حياتي وأنجز أي هدف أقرره فيما إذا عرفت ما يفعله الآخرون وفعلت مثلهم إلى أن حصلت على النتائج نفسها التي حصلوا عليها خلال سنة من بدء العمل في المبيعات وصلت إلى القمة كبائع وبعدها بسنة أصبحت مديرا ثم نائبا للرئيس على جماعة من البائعين تتألف من 59 شخصا في 6 بلدان كنت حينها في الخامسة والعشرين من العمر وعلى مر السنين مارست 12 عملا مختلفا وأسست وبنيت عدة شركات وحصلت على درجة في إدارة الأعمال من جامعة كبرى وتعلمت أيضا أن أتكلم الفرنسية والألمانية والأسبانية وكنت متحدثا ومدربا أو مستشارا لأكثر من 500 شركة ووزعت في الوقت الحاضر محادثاتي وحلقات بحثي على أكثر. ومن خلال سيرة المهنية وجدت حقيقة بسيطة إن القدرة على التركيز بشكل عقلي منفرد على أهم مهامك وتأديتها بشكل جيد وإنهائها بشكل تام هو المفتاح للنجاح الباهر والإنجاز والاحترام والمكانة والسعادة في الحياة. إن هذا المفتاح الداخلي هو قلب وروح هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب من أجل أن تعرفوا كيف تشقون طريقكم بسرعة في حياتكم المهنية وتحوي هذه الصفحة على 21 مبدان. اكتشفت أنها الأشد تأثيرا على الشخصية. هذه الطرائق والأساليب والاستراتيجيات عملية مجربة وسريعة التأثير. وحرصا على الوقت لن أطيل إضاحاتي النفسية والعاطفية المتنوعة في المماطلة أو إدارة الوقت. لا يوجد منحة مطول إلى نظرية أو بحث. ما تتعلمه هو أفعال خاصة يمكن أن تأخذها مباشرة لتحصل على نتائج أفضل وأسرع في عملك. وتركز كل فكرة في هذا الكتاب حول زيادة المستويات الشاملة للإنتاج والإنجاز ومقدار الإنجاز ولإعطائك قيمة أكبر في كل ما تفعله. ويمكنك أن تطبق الكثير من هذه الأفكار في حياتك الشخصية أيضا. وكل واحدة من هذه الطرائق والأساليب الإحدى والعشرين هي تامة بذاتها. وكلها ضرورية ويمكن أن تكون إحدى الاستراتيجيات مؤثرة في مجال ما بينما تطبق الأخرى في مهمة غيرها. ومع بعضها تمثل هذه الأفكار الإحدى والعشرون وجبة طعام إسكندنافية لأساليب التأثير الشخصية التي تستخدمها في أي وقت شئت وفي أي نظام أو تعاقب تدركه في هذه اللحظة. إن مفتاح النجاح هو العمل وتجعل هذه المبادئ العمل سريعا ومتطورا في مجال الإنجاز والنتائج. وكلما أسرعت في تعلمها وتطبيقها تقدمت في مجال حياتك المهنية بشكل بديهي. ولا حدود لما ستنجزه عندما تتعلم كيف تبدأ بالأهم ولو كان صعبا. تقديم إنه لشيء رائع أن تكون على قيد الحياة فليس هناك أكثر من الوجبات والفرص اللازم إنجازها من أهدافنا اليومية. وربما لم يحصل في تاريخ البشرية أن تكون أمام خيارات في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء الجيدة نستطيع فعلها لدرجة أن مقدرتك ستقرر بينها ما يمكن أن تكون تصميما عمليا لما تنجزه في الحياة. إذا كنت مثل الغالبية العظمى من الناس في وقتنا هذا فأنت مقيد بعمل الكثير في وقت قصير وعندما تكافح لتدارك ذلك تقف في وجهك مهام ومسؤوليات جديدة مثل المد والجزر. وبسبب هذا لن تتمكن أبدا من فعل كل ما تود فعله وستكون دائما ملاحقا بواجباتك ومسؤولياتك وربما بالكثير منها. لذا وربما أكثر من ذي قبل فإن في مقدرتك على اختيار أهم مواجباتك في قد لحظة وتبدأ بها وتنجزها بسرعة وجودة من المحتمل أن يكون له وقع على نجاحك أكثر من أي قيمة أو مهارة تطويرها. والشخص العادي الذي ينمي عاداته بالبدء بالأولويات وإنجاز المهام الكثيرة بسرعة يمكن أن يتفوق على الشخص النابغة الذي يتكلم كثيرا ولديه خطط رائعة لكنه لا ينفذ سوى القليل. ويقال على مر السنين بأنه إذا كان أول شيء تفعله كل صباح هو أكل ضفتعة حية فإنك ستكون راضيا طوال اليوم لأنك تعرف أن هذا سيكون أسوأ شيء سيحدث لك طيلة النهار. ضفتعتك هي واجبك الأكبر والأهم وهي أكثر شيء تماطل به إذا لم تفعل شيئا ما من أجله وهي أيضا المهمة التي لها الوقع الإيجابي العظيم على حياتك ونتائج اللحظة الراهنة. ويقال أيضا إذا كان عليك أكل ضفدعتين فابدأ بالأبشع. وهناك قول آخر بأنه إذا كان لديك واجبان مهمان فابدأ بالأكبر والأصعب والأهم أولا واضبط نفسك بأن تبدأ مباشرة وتتابع المهمة إلى أن تنهيها قبل أن تبدأ بالأخرى. فكر به كاختبار تعامل معه كتحدي شخصي وقاوم إغراء البداية بالمهمة الأسهل. وذكر نفسك باستمرار بأن أهم قرار تتخذه كل يوم هو اختيارك بين ما تفعله مباشرة وما تؤجله وربما لا تؤديه على الإطلاق. هناك ملاحظة أخيرة إذا كان عليك أن تأكل ضفدعة حية لن يجدي نفعا أن تجلس وتنظر إليها طويلا. إن المفتاح للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز وهو الإنتاج والإنتاج هو تطوير مطول لعادات مزاولة الواجب المهم أولا كل صباح. وعليك أن تطور الروتين في أكل ضفدعتك قبل أن تفعل أي شيء آخر ومن غير أن تسرف في التفكير. وفي دراسة تلو الأخرى لرجال ونساء يدفع لهم أكثر ويترقون أسرع فإن صفة تواءم العمل تلازمهم كأكثر سلوك ملاحظ ومستمر يسيطر عليهم في كل ما يفعلونه. فالناس الناجحون والمؤثرون هم الذين يتوجهون مباشرة نحو واجباتهم الرئيسية ويضبطون أنفسهم ليعملوا بثبات وتفكير موحد إلى أن يكملوا مهامهم. في عالمنا وخاصة في مجال العمل نحظى بالمال والترقية على نتائج محسوبة ومخصصة وتؤجر إسهامك بأشياء قيمة وخاصة بالمساهمة المتوقعة منك. الخوف من التنفيذ هو من أكبر المشكلات في منظماتنا في هذه الأيام ويخلط الكثير من الناس بين النشاط والإنجاز فهم يتكلمون باستمرار ويعقدون اجتماعات لا نهائية ويخططون خططا رائعة. ولكن في التحليل النهائي لا أحد يؤدي العمل الذي يقود إلى النتائج المطلوبة. إن 95% من نجاحك في الحياة والعمل يسيطر عليه نوع العادات التي تمارسها طوال الوقت. إن عادة ترتيب الأولويات والتغلب على المماطلة والوصول إلى أهم واجباتك هي مهارة ذهنية بدنية. لذا فإننا نستطيع تعلم هذه العادة عن طريق الممارسة والتكرار مرات ومرات أخرى إلى أن تثبت في عقلنا اللواعي وتصبح جزءا دائما من سلوكنا. وعندما تصبح عادة تصبح آلية وسهلة. فأنت مصمم عقليا وعاطفيا بطريقة تجعل إتمام هذا الواجب يمنحك شعورا إيجابيا ويجعلك سريعا ويجعلك سعيدا. وتشعرك من يفوز وعندما تنهي واجبا مهما في حجمه وأهميته تنتابك موجة عارمة من الطاقة والحماسة وتقدير الذات. وكلما كان الواجب المنتهى مهما كانت استعادة أكبر والثقة أكثر وتزداد شعورا بنفسك وبمحيطك. إن إنهاء واجب مهم يحرر مادة الأندروفين في دماغك. إن الأندروفين يعطيك شعورا طبيعيا عاليا فتدفق الأندروفين الذي يلي إنهاء أي واجب مهم يجعلنا أكثر إبداعا وأكثر ثقة بالنفس. هذا واحد من أهم ما يدعى أسرار النجاح وهو ما يطور فعليا إدمانا إيجابيا للأندروفين والشعور بتعزيز الوضوح والثقة والمقدرة على آثارها. وعندما تطور هذا الإدمان ودون تفكير على الأغلب فإنك تبدأ بتنظيم حياتك بطريقة تجعلك تبدأ وتنهي باستمرار الكثير من الواجبات والمشاريع الهامة. لقد أصبحت مدمنا فعلا وبطريقة إيجابية للنجاح والمشارفة. أحد مفاتيح الحياة الرائعة والسيرة الناجحة والشعور بالرهبة حيال ذاتك هو أن تطور عادة البدء وإنهاء الأعمال الهامة. وفي هذه النقطة إن هذا السلوك سيقوى بنفسه وستجد أنه من الأسهل إنهاء الواجبات المهمة من عدم إنهائها. تذكر قصة الرجل الذي أوقف موسيقارا على ناحية شارع نيويورك وسأله كيف تستطيع الوصول إلى كارينغ هول؟ أجابه الموسيقار تمرن يا رجل تمرن. فالتدريب هو مفتاح السيطرة على أي تمهارة ولحسن الحظ فإن عقلك كالعضلة. يقوى ويصبح أكثر قدرة بالاستعمال والتدريب تستطيع أن تتعلم أي سلوك أو تنمي أي عادة سواء كانت مرغوبة أم ضرورية. وتحتاج إلى مفاتيح ثلاث خصائص لتطوير العادات وتركز عليها وكلها سهلة التعلم. هذه الخصائص هي القرار والانضباط والتصميم. أولا اصنع قرارا لتنمية عادة إنهاء الواجب. ثانيا اضبط نفسك لممارسة المعتقدات التي تحاول تعلمها مرات ومرات إلى أن تسيطر عليها. وأخيرا أعزي أي شيء تفعله إلى التصميم إلى أن تتمكن من العادة وتصبح جزءا دائما من شخصيتك. وهناك طريقة خاصة يمكن أن تجعل من تقدمك بأن تصبح شخصا على قدر عالي من الانتاجية والفاعلية ومكتف بالقدر الذي تريده واعتمادك على تفكيرك باستمرار حول الهدايا والمنافع التي تجنيها من كونك شخصا فعالا. وسريع الحركة والتركيز. تخيل نفسك رجلا ينجز أعمالا مهمة بسرعة ودقة وبطريقة ملائمة. إن الصورة العقلية تجاه نفسك لها تأثير قوي على سلوكك. تصور نفسك الشخص الذي تريده في المستقبل. إن صورتك الذاتية وطريقة نظرتك إلى نفسك من الداخل تحدد وبشكل كبير إنجازك من الخارج. وكما قال المتحدث المحترف جيم كاث كارث الشخص الذي تراه هو الشخص الذي ستكون. لديك إجمالا قدرة غير محددة لأن تتعلم وتطور مهارات وعادات وقدرات جيدة. وعندما تدرب نفسك من خلال التكرار والتمرين كي تتغلب على المماطلة وتنهي أهم واجباتك بسرعة. تضع نفسك في الطريق السوي في حياتك وسيرتك المهنية وتسارع من خطواتك. الطريقة الأولى هيئ الطاولة يقول نابليون هيل هناك صفة واحدة يجب توكيدها من أجل الفوز وهي تحديد الهدف ومعرفة ما نريده والرغبة الملحة لإنجازه. قبل أن تحدد هدفك وتباشره عليك أن تقرر تماما ما تريد إنجازه في كل مرحلة من حياتك. والوضوح هو أهم معتقد في الإنتاج الشخصي والسبب الأول في أن بعض الناس ينجزون أعمالهم أسرع من غيرهم هو أنهم واضحون تماما تجاه أهدافهم وأغراضهم ولا يحيدون عنها. كلما كنا واضحين تجاه ما نريده وما علينا إنجازه كان من الأسهل علينا أن نتغلب على المماطلة ونأكل ضفدعثنا ونمضي قدما بإنهاء واجبنا. والسبب الرئيسي للمماطلة والافتقار إلى الحافز هو الغموض والارتباك والتشويش العقلي حيال ما تفعله وبأي نظام ولأي سبب. وعليك أن تتحاشى هذا الوضع الشائع بكل قوتك والعمل على التوضيح التام في كل ما تفعله. وهناك قانون رائع للنجاح فكر على الورق فهناك ثلاثة في المئة من البالغين فقط لديهم أهداف مكتوبة واضحة. ينجز هؤلاء الناس أكثر بخمس أو عشر مرات ممن يماثلونهم أو أفضل منهم من الناحية الثقافية والمقدرة لكل من والأي سبب كان. لم يكن لديهم في وقت ليكتبوا تماما ما يريدونه. وهناك خطة عظيمة للبدء بتنفيذ الأهداف التي يمكن أن نستخدمها باقي حياتنا وتتألف من سبع خطوات بسيطة. وإذا اتبعت إحدى هذه الخطوات سيتضاعف إنتاجك أو سيزيد ثلاثة أضعاف إذا لم تكن تتبعها حاليا. والكثير ممن تخرجوا من برنامجي التدريبي تضاعف دخلهم آليا في غضون بضع سنوات أو في غضون بضعة أشهر باتباعي طريقة السبع خطوات البسيطة. الخطوة الأولى قرر ما تريده بدقة قرر إما وحدك أو اجلس مع مديرك وناقش معه أهدافك ومشاريعك إلى أن يتضح لك تماما ما تتوقعه وما هي أولوياتك. ومن المتهش أن هناك أعداد كبيرة من الناس يعملون كثيرا يوما بعد يوم مهمات قليلة الفائدة لأنهم لم يجروا هذه المناقشة الدقيقة مع مدرائهم. حقيقة أحد أسوأ استخدامات الوقت هو أن تفعل شيئا ما لا تحتاج إلى فعله على الإطلاق بشكل جيد جدا. يقول ستيفن كوفي قبل أن تبدأ صعود سلة النجاح تأكد بأنه يتكئ على بناء سليم. الخطوة الثانية أكتب هدفك فكر على الورق عندما تسجل هدفك فإنك تبلوره وتعطيه شكلا ملموسا فأنت تبدع شيئا يمكن لمسه ورؤيته ومن ناحية أخرى فإن الهدف أو المشروع غير المكتوب هو مجرد رغبة أو وهم باطل لا طاقة تقف خلفه. إن الأهداف غير المكتوبة تقود إلى التشويش والغموض والتشتت وأخطاء عديدة. الخطوة الثالثة ضع حدا زمنيا نهائيا لإنجاز هدفك. إن الهدف أو القرار من دون تحديد نهاية لا أهمية له لا بداية حقيقية له ولا نهاية ومن غير نهاية الأمد المحددة بالمشاركة مع توظيف أو قبول مسؤوليات يجب إنهاؤها فأنت ستماطل بشكل طبيعي وتنجز أقلها. الخطوة الرابعة ضع قائمة لكل شيء تفكر بفعله لتنجز أهدفك. عندما تفكر بنشاطات جديدة حاول أن تضيفها إلى قائمتك. املأ قائمتك إلى أن تنتهي. فهي تعطيك صورة مرئية للمهام والأهداف الأوسع. وهذا يعطيك دافعا لملاحقتها ويزيد وبصورة مثيرة للاهتمام من احتمال إنجاز هدفك كما حددته وبالموعد المطلوب. الخطوة الخامسة نظم قائمتك كخطة عمل نظم قائمتك حسب الأولوية والتتابع وتمهل بضع دقائق لتقرر ما تحتاج فعله أولا وما ستفعله فيما بعد. وقرر ما الذي يجب فعله قبل غيره وما الذي تحتاج إلى فعله بعد ذلك. ومن الأفضل أن تنظم وتخطط بشكل مرئي مكتوب على شكل سلسلة من الإطارات والدوائر المرسومة على الورق. وسوف تدهش من سهولة إنجاز هدفك عندما تقسمه إلى مهام منفردة. وبهدف مكتوب وخطة منظمة العمل سوف تصبح أكثر إنتاجا وفاعلية من أي شخص يحتفظ بأهدافه في ذهنه. الخطوة السادسة نفذ خطتك على الفور افعل شيئا ما افعل أي شيء. إن خطة تنفذ بنشاط هي أفضل بكثير من خطة لامعة لا تنفذ. وعندما تنجز أي نوع من النجاح فإن التنفيذ هو كل شيء. الخطوة السابعة واطد العزم لفعل شيء ما كل يوم بمفرده باتجاه هدفك الرئيس. وسجل نشاطك في مفكرتك اليومية. اقرأ عددا محددا من الصفحات في مفتاح عملك. استدعي عددا محددا من التوقعات أو الزبائن. انخرط لفترة محددة بنشاط جسدي. وتعلم بعض الكلمات الجديدة باللغة الأجنبية. لا تضيع نهارك. اندفع للأمام باستمرار. وعندما تبدأ بالحركة استمر بها. ولا تتوقف. هذا القرار وهذه العزيمة وحدها يمكن أن تجعلك واحدا من أكثر الأشخاص نجاحا وإنتاجا من جيلك. إن الأهداف الواضحة والمكتوبة لها تأثير رائع على تفكيرك. إنها تحركك وتحفزك للعمل. وهي تعزز إبداعك وتريح طاقتك وتساعدك على التغلب على المماطلة أكثر من أي عامل آخر. الأهداف هي وقود مدفأة الإنجاز. وكلما كانت أهدافك كبيرة وواضحة ازداد شوقك لإنجازها. وكلما فكرت أكثر بأهدافك ازداد وعيك الداخلي ورغبتك بإتمامها. فكر بأهدافك وأعد النظر فيها كل يوم. وعندما تبدأ كل صباح نفذ واجبك الأكثر أهمية والذي تستطيع تنفيذه لإنجاز أهم أهدافك في تلك اللحظة. الخلاصة خذ صفحة نظيفة من الورق من الآن واكتب عليها عشرة أهداف تود إنجازها في السنة القادمة. اكتب أهدافك على الرغم من مرور سنة هي الآن حقيقة. استخدم الفعل المضارع والإيجابي والشخص الأول والمقبولة مباشرة من قبل عقلك اللاواعي. على سبيل المثال ستكتب أنا أكسب عددا من الدولارات كل سنة أو أزن عددا محددا من الباوندات أو أقود سيارة كذا وكذا. بعد ذلك استرجع في قائمتك الأهداف العشرة واختر واحدا منها بحيث إذا أنجزته ستحصل على أعظم تأثير إيجابي في حياتك. مهما كان ذلك الهدف اكتبه على صفحة من الورق منفصلة وحدد فترة زمنية لإنهائه مع وضع خطة وابدأ بتنفيذها وفعل كل شيء وفعل شيئا ما في كل يوم على حدة إلى أن تصل إلى هدفك. هذا التمرين وحده يمكن أن يغير حياتك. الطريقة الثانية خطط لكل يوم مسبقا يقول ألان لكين التخطيط يجعل من المستقبل حاضرا لذا يمكنك أن تفعل شيئا تجاهه منذ الآن. سمعت السؤال القديم كيف تأكل فيلا والجواب هو بالطبع في كل فترة قطعة كيف تأكل أكبر وأبشع ضفتعه؟ بالطريقة نفسها تقسمها إلى نشاطات خاصة خطوة بخطوة ثم تبدأ بأولها. إن ذهنك وقدرتك على التفكير والتخطيط وإبداء القرار من أهم الوسائل للتغلب على المماطلة وزيادة الإنتاج. كما أن قدرتك على ترتيب أهدافك وخططك والبدء بتنفيذها هي التي تحدد منهاج حياتك. وكل عمل ذهني وتخطيطي يحفز قوتك العقلية ويثير إبداعك ويزيد من ضاقتك العقلية والجسدية. وعلى النقيض من ذلك كما كتب أليكس ماكيزي العمل من دون تخطيط هو سبب كل فشل. إن قدرتك على التخطيط بشكل جيد هو مقياس منافستك الكلية وكلما كانت خطتك أفضل سهلة عليك التغلب على المماطلة والبدء بأكل ضفتعاتك. وبعدها الاستمرار. وأحد أهم أهدافك في العمل هو الحصول على أعلى عائد ممكن لاستثمار طاقتك العقلية والعاطفية والجسدية. والأخبار السارة هي أن كل دقيقة تمضيها بالتخطيط توفر عليك عشر دقائق عند التنفيذ. وتأخذ منك فقط حوالي عشر دقائق أو اثنتين عشرة دقيقة تخطط فيها ليومك. غير أن هذا الاستثمار القليل للوقت سيوفر عليك على الأقل ساعتين من مئة إلى مئة وعشرين دقيقة. من الوقت الضائع ويحفظ جهودك خلال النهار. ولعلك سمعت بالقاعدة التي تقول التحضير المسبق للخطط يمنع الإنجاز الضحل. وعندما تضع بعين الاعتبار أن التخطيط المفيد يمكن أن يزيد من إنتاجك وإنجازك ستدهش بأن القليل من الناس يطبقه في كل يوم على حدة. مع أن التخطيط هو عمل بسيط في الحقيقة وكل ما تحتاج إليه هو قطعة من الورق وقلم وحبر. إن أفضل طيار محنك أو مبرمج كمبيوتر أو مخطط وقت يعتمد على نفس المبدأ بأن تجلس وتنظم قائمة لكل شيء تود فعله قبل أن تبدأ. اعمل دائما من خلال قائمة وعندما يطرأ شيء ما أضفه إلى القائمة قبل الشروع بالعمل ويمكن أن تزيد من إنتاجك ومحصولك بنسبة 25% وأكثر منذ أول يوم تبدأ بالعمل بشكل دائم حسب القائمة. جهز قائمتك في مساء اليوم الفائت بعد الانتهاء من أعمالك وانقل كل شيء لم تنهيه بقائمتك لليوم التالي وبعدها أضف كل شيء تود القيام به في اليوم الذي يليه. وحينما تجهز قائمتك في الليلة السابقة فإن عقلك الباطن سيعمل وفقا لقائمتك طوال الليل وأنت مستغرق في النوم. وفي بعض الأحيان سيستيقظ بأفكار ورؤى رائعة يمكن أن تستخدمها في إنجاز عملك بشكل أسرع وأفضل من تفكيرك الأولي. وكلما احتجت لوقت أطول في كتابة كل شيء تود فعله مسبقا كان إنجازك أكثر تأثيرا وأكثر فاعلية. تحتاج إلى قوائم مختلفة لأغراض مختلفة. أولا يجب أن تخترع قائمة أساسية تكتب فيها كل شيء تفكر بفعله يوما ما في المستقبل. وهو المكان الذي تقبض به على كل فكرة تطرأ على بالك وكل واجب جديد أو مسؤولية جديدة تعترضك ويمكن أن تفرز البنوذ فيما بعد. ثانيا يجب أن تجهز قائمة شهرية في نهاية كل شهر من أجل الشهر الذي يليه وتحتوي على مشروعات تتفرع عن القائمة الرئيسية. ثالثا يجب أن يكون لديك قائمة أسبوعية تخطط فيها لكل أسبوع مسبقا وهذه القائمة ستكون بين يديك خلال الأسبوع الحالي. إن مبدأ نظام تخطيط الوقت سيفيدك كثيرا وأخبرني كثير من الناس بأن عادة إعطاء ساعتين من الوقت نهاية كل أسبوع للتخطيط للأسبوع القادم زاد من إنتاجهم بشكل تلقائي وغير مجرى حياتهم تماما وسينجح معك هذا الأسلوب أيضا. أخيرا عليك أن تنقل بعض الفقرات من قوائمك الشهرية والأسبوعية إلى قائمتك اليومية وهي النشاطات المحددة التي عليك إنجازها في اليوم التالي. وفي أثناء عملك طوال النهار ضع علامة عن الفقرات التي أنهيتها في قائمتك وهذا النشاط يمدك بصورة مرئية عن إنجازك ويولد لديك شعورا بالنجاح والتقدم. ومن خلال اطلاعك على تقدمك الشخصي من خلال قائمتك سيزداد تحفزك وطاقتك وسيرتفع تقديرك واحترامك لذاتك. فإن رؤية تقدمك سيدفعك إلى الأمام ويساعد على التغلب على المماطلة باستمرار. وعندما يكون لديك مشروع ما ابدأ بإعدال قائمة بكل خطوة ستخطوها لإتمامه على أكمل وجه من البداية وحتى النهاية. ونظم مهام المشروع حسب الأولوية والتتابع وضعها أمامك على ورقة أو على جهاز كمبيوتر بشكل يمكنك من رؤيتها. بعدها ابدأ العمل بكل مهمة على حده وخلال وقتها المحدد وستدهش لوفرة إنتاجك بهذه الطريقة. عندما تعمل من خلال قوائمك ستشعر بفاعلية وقوة أكثر وأكثر وستشعر بسيطرة أكبر على حياتك وستندفع بشكل طبيعي لأداء الأكثر وستفكر بشكل أفضل وأكثر إبداعاً وستحصل على رؤى داخلية أفضل تمكنك من أداء عملك بشكل أسرع. وطالما تعمل بثبات من خلال قوائمك سيتطور إحساسك بالتطور الإيجابي الذي سيمكنك من التغلب على المماطلة. وهذا الشعور بالتقدم سيعطيك طاقة أكثر وسيستمر بالعمل دوال النهار. ومن أهم التأثير الشخصي هو قاعدة 10 على 90. وتقول هذه القاعدة بأن 10% من أول الوقت الذي تمضيه وأنت تخطط وتنظم عملك قبل أن تبدأ به سوف يوفر عليك على الأغلب 90% من الوقت الذي ستمضيه حال البدء بالعمل. وعليك أن تجرب هذه القاعدة مرة لتثبت لنفسك ذلك. عندما تخطط لكل يوم مسبقا ستجد أنه من الأسهل الاستمرار بالعمل أكثر فأكثر. سيجري العمل بشكل أسرع وأدق عن ذي قبل وستشعر أنك أكثر قوة وقدرة على التنافس وبالنتيجة ستصبح شخصا لا يتعثر بأي عمل. الخلاصة ابدأ من اليوم بالتخطيط لكل يوم ولكل أسبوع ولكل شهر مقدما. خذ دفتر ملاحظات أو طبقا من الورق واكتب قائمة بكل ما تود فعله في الأربع والعشرين ساعة القادمة. وأضف إلى قائمتك كل الفقرات الجديدة التي تطرأ عليها واكتب قائمة بكل مشاريعك والأعمال الكبيرة المتعددة المهمة بالنسبة إلى مستقبلك. اكتب كل من أهدافك الرئيسية ومشاريعك ومهامك حسب الأولوية والأكثر أهمية وبالتتابع ما الذي أود فعله أولا وما سيليه ثانيا وهكذا. وابدأ في النهاية في عقلك واعمل بشكل مرجعي فكر على الورق واعمل دوما من خلال قائمة وستدهش كيف أصبحت أكثر إنتاجا وأكثر سهولة لك وأنت تأكل ضفدعتك. الطريقة الثالثة طبق قاعدة تمانين عشرين في كل شيء يقول جون وولفغانغ فون غوتة لدينا دوما الوقت الكافي إذا أردنا لكن علينا أن نستغله بالشكل الصحيح. إن قاعدة تمانين عشرين واحدة من أهم المعتقدات في إدارة الوقت والحياة ويطلق عليها أيضا مبدأ باريتو بعد أن أسسها رجل الاقتصاد الإيطالي باريتو والذي كتب عنها ولأول مرة في عام الف وتممية وخمسة وتسعين. لاحظ باريتو بأن الناس في مجتمعه ينقسمون طبيعيا إلى ما أسماه القلة الحيوية وهم قمة العشرين في المية في مجال المال والنفوذ والكثرة التافهة وهي تشكل تمانين في المية من القاع. اكتشف فيما بعد بأن جميع الأنشطة الاقتصادية في الواقع تعزى إلى مبدأ باريتو وعلى سبيل المثال تقول هذه القاعدة إن عشرين في المية من نشاطاتك سوف تعد من ثمانين في المية من نتائجك. وعشرين في المية من زبائنك سوف تحسب من ثمانين في المية من مبيعاتك وعشرين في المية من بضائعك أو خدماتك سوف تحسب من ثمانين في المية من مكاسبك. وعشرين في المية من واجباتك سوف تحسب من ثمانين في المية من قيمة ما تؤديه وهكذا وهذا يعني أنه إذا كانت لديك قائمة بعشر فقرات عليك أداؤها فإن اثنين منها سيكون لها قيمة أكثر بكثير من الفقرات الثمانية الأخرى مجتمعة. وهنا اكتشاف ممتع فإن كلا من هذه الواجبات يمكن أن يتطلب المدة نفسها من الزمن لإنجازه غير أن واحدة أو اثنتين منها سيساهم بخمسة أو عشرة أضعاف القيمة من أي مهمة أخرى. وعادة ما يكون أحد البنود في قائمة ذات عشر فقرات عليك القيام بها هو الأكثر قيمة من كل البنود التسعة الأخرى مجتمعة وهذه المهمة بلا استثناء هي الضفدعة التي عليك أكلها أولا. هل تستطيع أن تخمن أي الفقرات التي يماطل فيها الشخص العادي؟ الحقيقة المؤسفة هي أن أغلب الأشخاص يماطلون في القمة من عشرة أو عشرين في المية من الفقرات التي هي الأكثر قيمة وأهمية. في القليل الضروري وعوضا من ذلك يشغلون أنفسهم بـ 80% من المهام الأقل أهمية الكثير التافه والذي يساهم بشكل طفيف في إنتاجهم. نرى في بعض الأحيان أشخاص مشغولين طوال النهار لكن ما ينجزونه ضئيل جدا وهذا ما يحصل دوما على الأغلب لأنهم يعملون بمهمات قليلة قليلة الفائدة بينما ينهمكون بنشاط أو نشاطين يمكن أن يحدثا اختلافا فعليا لشركاتهم ولمسيرتهم المهنية. والمهمات ذات الأهمية القصوى التي تؤديها كل يوم هي على الأغلب الأصعب والأعقد غير أن ما تحصل عليه من أجر وهدايا عند إتمامها بجدارة هو شيء مذهل. ولهذا السبب عليك أن ترفض وبعناد العمل بمهمات هي في أسفل الثمانين في المئة بينما لديك مهمات في قائمة العشرين في المئة عليك إنجازها. وقبل أن تبدأ العمل اسأل نفسك دوما هل هذا الواجب هو في قمة في قمة عشرين في المئة من نشاطاتي أو في أسفل الثمانين في المئة. قاعدة قاوم إغراء أداء الأشياء الصغيرة أولا تذكر أن ما تختار أداءه تكرارا سيصبح بالنتيجة عادة من الصعب التخلي عنها. فإذا اخترت أن تبدأ نهارك بمهمات ذات قيمة منخفضة فسوف تطور حالا عادة الاستمرار بالبدء بالمهمات ذات القيمة المنخفضة. وليس هذا النوع العادة التي ترغب بتطويرها أو الاستمرار عليها. وأصعب جزء في أي مهمة كبيرة هو البدء بها من المكان نفسه وحالما تبدأ العمل فعلا في واجب ذي قيمة. فإنك وبشكل طبيعي تندفع نحو الاستمرار به إن جزءا من عقلك يهوى الانشغال بمهمات ضرورية تحدث فيك تغييرا وعملك هو تغذية هذا الجزء من دماغك باستمرار. إن مجرد التفكير ببدء وإنهاء المهمة الهامة يدفعك ويساعدك في التغلب على الانهماك والحقيقة هي أن فترة الزمن المطلوبة لإنهاء عمل هام هي غالبا ما تكون المدة الزمنية نفسها لأداء عمل غير هام. والفرق هو الشعور العظيم بالفخر والرضا عن النفس عند إنهائك شيئا مهما وقيما بينما عندما تنهي عملا ذا قيمة ضئيلة وبالفترة الزمنية نفسها والطاقة نفسها ستحصل على القليل من الاكتفاء والرضا عن النفس أو قد لا تحصل على أي منهما. إن إدارة الوقت هي في الحقيقة إدارة الحياة وإدارة الشخصية وهي الدافع الذي يجعلك تسيطر على تتابع الأحداث وإدارة الوقت تسيطر على ما ستفعله لاحقا وستكون دوما حرا في اختيار المهمة التي ستؤديها فيما بعد. وإن قدرتك على الاختيار بين المهم وغير المهم هي مفتاح السيطرة على نجاحك في الحياة وفي الحمل. والناس المنتجون والمؤثرون يلزمون أنفسهم بالبدء بالأعمال الهامة قبل غيرها فهم يجبرون أنفسهم على أكل الضفدعة مهما كان نوعها ونتيجة لذلك ينجزون أسرع من الشخص العادي ويكونون في نهاية الأمر أكثر سعادة وعليك أن تنهي طريقة العمل هذه مثلهم. الخلاصة اكتب قائمة بكل أهدافك الرئيسية ونشاطاتك ومشروعاتك ومسؤولياتك في حياتك اليوم وحدد أي منها هو المهم أو يمكن أن يكون في قمة 10% أو 20% من المهمات التي تمثل أو يمكن أن تمثل 80% أو 90% من نتائجك. أوجد حلا منذ اليوم الأول لكل ما تنضي فيه وقتا أكثر وأكثر بالأشياء القليلة التي ستحدث تغييرا في حياتك وفي مسيرتك المهنية وخفف من الوقت الذي تنجز فيه مهمات ونشاطات قليلة الفائدة. الطريقة الرابعة ضع بعين الاعتبار نتائج الأمور يقول أورسون سويت ماردن كل رجل أصبح عظيما وكل رجل ناجح في حياته نجد أنه سخر طاقاته باتجاه قناة واحدة مخصصة. إن علامة المفكر المتفوق هو في قدرته أو قدرتها على التنبؤ بشكل دقيق بنتائج الأمور التي أنجزت أو التي لم تنجز. إن نتائج الأمور المقدرة لأية مهمة أو نشاط هي مفتاح تحديد مدى أهميته بالفعل بالنسبة لك ولي شركتك. وطريقة تقدير أهمية المهمة هذه هي في تحديد ما هي ضفدعتك القادمة بالفعل. ما استنتجه الدكتور دوارد بانفيلد من جامعة هارفارد بعد أكثر من خمسين عاما من البحث بأن منظور الوقت الطويل هو أهم التنبؤات الفريدة والدقيقة في الحركة الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في أمريكا. إن منظور الوقت الطويل أصبح أكثر أهمية أكثر أهمية من خلفية العائلة والثقافة والمكانة والذكاء والعلاقات أو إجمالا أي عامل آخر مفرد يحدد نجاحك في الحياة وفي العمل. إن موقفك تجاه الوقت أفقك الزمني له وقع كبير على سلوكك واختياراتك. إن الأشخاص الذين لديهم رؤية بعيدة المدى لحياتهم وسيرتهم المهنية يتخذون دوما قرارات حول وقتهم ونشاطاتهم أفضل بكثير من الأشخاص الذين لديهم تفكير ضئيل حول المستقبل. قاعدة إن التفكير المطول يحسن من صنع قرار قصير المدى. الناس الناجحون لديهم توجه مستقبلي واضح فهم يفكرون لمدة خمسة أو عشرة أعوام أو حتى عشرين عاما بما يتعلق بمستقبلهم. وهم يحللون اختياراتهم وسلوكهم في الوقت الحاضر ليتأكدوا من أنهم يتلاءمون مع مستقبلهم البعيد المدى الذي يرغبون به. وفي عملك عندما تكون لديك فكرة واضحة عما هو مهم فعلا على المدى الطويل يصبح من السهل اتخاذ قرارات أفضل حول أولوياتك على المدى القصير. وبالتعريف فإن الشيء المهم له نتائج كامنة على المدى الطويل والشيء المهم له قليل من النتائج الكامنة على المدى الطويل أو قد لا تكون له نتائج على الإطلاق. وقبل أن تبدأ بأي شيء عليك أن تسأل نفسك دوما ما هي نتائج العملية لفعل هذه المهمة أو عدم فعلها. قاعدة إن النية المستقبلية تؤثر وتحدد في الأغلب أفعالك الحاضرة. كلما توضحت نواياك المستقبلية ازداد التأثير وتوضح ما تفعله في اللحظة الراهنة. وبرؤية واضحة بعيدة المدى تستطيع أن تقوم نشاطك بشكل أفضل في الوقت الحاضر وتؤكد بأنك مثابر تجاه ما تود إنهاءه حقيقة. والناس الناجحون هم الذين يرغبون بتأجيل الفائدة ويقدمون تضحيات على المدى القصير مما يجعلهم يستمتعون أكثر ويحصلون على جوائز أعظم على المدى الطويل. والفاشلون على النقيض يفكرون أكثر بالمتع قصيرة الأمد ويتوجهون مباشرة للرضى والارتياح ولا يفكرون كثيرا في مستقبلهم بعيد المدى. يقول وينس ويتلي وهو من أنصار النشاط يقول الناس الفاشلون يفعلون ما يريح أعصابهم بينما يقوم الناجحون بإنجاز أهدافهم. على سبيل المثال المجيء إلى العمل باكرا والقراءة بانتظام في مجال عملك والالتحاق بدورات لتحسين مهاراتك والتركيز على المهمات ذات القيمة العالية ذات القيمة العالية في عملك تشترك جميعها في الحصول على تأثير إيجابي كبير في مستقبلك ومن جهة أخرى فإن المجيء إلى العمل. في آخر لحظة وقراءة الصحف وشرب القهوة وإقامة علاقات مع زملائك في العمل هي أمور مبهجة وممتعة على المدى القصير غير أنها تؤدي في النهاية إلى تأخير الترقية وعدم الإنجاز وخيبة الأمل على المدى الطويل. إذا كان لديك مهمة أو نشاطا لهما نتيجة متوقعة عظيمة اجعلهما في قمة أولوياتك وابدأ بهما مباشرة. وإذا كانت لشيء ما نتيجة سلبية وكبيرة متوقعة فإذا لم ينجز بسرعة سيصبح أيضا في قمة أولوياتك ومهما تكون ضفدعتك تجرعها كأول فعل تفعله. إن قابلية العمل تتطلب الحركة وكلما كان التأثير عظيما وإيجابيا لأي فعل أو سلوك تسلكه في حياتك طالما عرفته بوضوح كانت الإثارة أكبر في التغلب على المماطلة وإنجازه بسرعة. اهتم بالتركيز وتحرك قدما بالبدء باستمرار وإنهاء هذه المهمات التي ستترك تغييرا رئيسيا على شركتك وعلى مستقبلك. سيمضي الوقت على أي حال والسؤال الوحيد هو كيف نستثمره وأين سننهي نهاية الأسابيع والأشهر التي مضت وأين ستنتهي مسألة اعتبارك لنتائج أعمالك على المدى القصير. إن التفكير باستمرار حول نتائج الأمور الكامنة بالنسبة لاختياراتك وقراراتك وسلوكك هو من أهم الطرق لتحديد أولوياتك بصدق في عملك وفي حياتك الشخصية. الخلاصة أعد النظر في لائحة مهماتك ونشاطاتك ومشروعاتك بانتظام واسأل نفسك باستمرار أي مشروع أو نشاط إذا أديته بشكل ممتاز وبالوقت المحدد له وقع إيجابي عظيم على حياتي. ومهما كان الأمر فإن هذا سيساعدك كثيرا رتبه كهدف وضع خطة لإنجازه وابدأ العمل بخطتك مباشرة وتذكر كلمات جوتا الرائعة ابدأ فقط وسيبدأ العقل بالتفكير استمر وستنتهي المهمة. الطريقة الخامسة مارس طريقة ألف باء جيم دال على التوالي يقول ويليام ماثيوس أول قانون للنجاح هو التركيز وتوجيه كل الطاقات نحو نقطة واحدة والاتجاه مباشرة إلى تلك النقطة دون الالتفات يميلا أو يسارا. كلما أوليت تفكيرا أثرا في التخطيط وترتيب الأولويات قبل أن تبدأ أنجزت أشياء أهم وأسرعت بأدائها حالما تبدأ. وكلما كانت المهمة ذات قيمة وثمينة تحفزت أكثر للتغلب على المماطلة والتشبث بالعمل. إن طريقة ألف باء جيم دال هي أسلوب ناجح في ترتيب الأولويات تستطيع أن تستخدمه كل يوم ويجعلك من أكثر الأشخاص فعالية وتأثيرا في مجالك وهذا الأسلوب بسيط للغاية وفعال. وتكمن قوة هذا الأسلوب في بساطته. انظر كيف يعمل. تبدأ بقائمة بكل الأشياء التي عليك إنجازها في اليوم التالي. فكر على الورق. بعدها ضع ألف باء جيم دال ها أمام كل عبارة في قائمتك قبل أن تبدأ بأول مهمة. إن عبارة ألف هي شيء ما مهم جدا. شيء ما عليك أداؤه وإلا ستتحمل عواقب وخيمة. وعبارة ألف يمكن أن تكون زيارة زبون مهم أو إنجاز تقرير لمديرك تحتاج إليه. تحتاج إليه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة. هذه العبارات هي الضفادع في حياتك. إذا كان لديك أكثر من ألف كمهمة عليك أن ترتب هذه المهمات كأولويات بكتابة ألف واحد ألف ثنين ألف ثلاثة. وهكذا أمام كل عبارة إن مهمة ألف واحد هي أكبر وأبشع ضفدعه من بين كل المهمات. إن عبارة باء تعرف على أنها مهمة عليك فعلها غير أن نتائجها معتدلة فقط. وهذه العبارة هي ضفيدعات في مجال عملك. وهذا يعني أن أحدا ما يمكن أن يصبح حزينا ومتضايقا إذا لم تؤدي هذه المهمات. غير أنه لا شيء مهم كأهمية المهمة ألف. إن استعادة رسالة تلفونية غير مهمة أو إعادة النظر في البريد الإلكتروني يمكن أن تكون المهمة باء. والقاعدة هي أن لا تبدأ بالمهمة باء طالما أن المهمة ألف لم تنتهي بعد. وعليك أن لا تكون أبدا مذهولا بضفيدعه بينما تجلس هناك ضفدعة تنتظر أن تأكلها. والمهمة جيم تعرف على أنها شيء ما يحسن بك أن تؤديه لكن لديه نتائج على الإطلاق سواء فعلته أم لم تفعله. والمهمة جيم تتضمن محادثة تلفونية مع صديق أو احتساء فنجان قهوة أو تناول غدا عمل مع زميل أو إنهاء بعض الأعمال الشخصية خلال ساعات العمل. وهذا النوع من النشاط ليس له أي تأثير على الإطلاق في مجال عملك. والمهمة دال تعرف على أنها شيء ما يمكن أن توكله إلى شخص آخر. والقاعدة هي أن توكل كل شيء تستطيع أداءه إلى شخص ما حتى تستطيع أن تتفرغ للمهام ألف والتي لا يستطيع أحد غيرك أن يؤديها. والمهمة يا تعرف على أنها شيء ما يمكن أن تحذفه كليا دون أن يسبب أي فرق. وهي مهمة كانت هامة في وقت ما غير أنها لم تعد مناسبة لك ولا لغيرك على الإطلاق. وغالبا ما تكون شيئا ما تستطيع أن تستمر به بحكم العادة أو لأنك تستمتع به. وبعد تطبيق طريقة ألف با جيم دال ها في قائمتك ستصبح منظما للغاية ومستعدا لأداء أشياء مهمة وبشكل أسرع. إن تطبيق مفتاح طريقة ألف با جيم دال في العمل هو في الضغط على نفسك للبدء في المهمة ألف واحد مباشرة والمكوث عندها إلى أن تنتهي. استخدم قوة إرادتك في الاستمرار والبقاء في أداء هذا العمل الوحيد المهمة الأهم التي يمكنك إنجازها. كل الضفتعة كاملا ولا تتوقف إلى أن تنتهي تماما. إن قدرتك على التفكير بعمق وتحليل قائمة عملك وتحديد مهمة ألف واحد هي الحافز لمستويات عالية من الإنجاز والكثير من التقدير للذات واحترام النفس والاعتزاز الشخصي. عندما تطور عالة التركيز على ألف واحد النشاط الأكثر أهمية وأكل ضفتعتك فستبدأ بفعل أكثر مما يفعله شخصان أو ثلاثة ممن حولك. الخلاصة أعيد النظر في قائمة العمل بشكل صحيح الآن وضع ألف باجين دال أمام كل مهمة أو نشاط. اختر العمل أو المشروع ألف واحد وابدأ العمل به مباشرة واضبط نفسك للتفرغ لهذه المهمة تماما إلى أن تنتهي. مارس طريقة ألف باجين دال كل يوم وعلى كل فعل أو قائمة مشروعات قبل أن تبدأ في العمل. في الشهر القادم وخلال هذا الوقت ستتطور عالة البدء والعمل بالمهام ذات الأولويات العالية مما يجعل مستقبلك مضمونا. الطريقة السادسة ركز على المواقع ذات النتائج الأساسية يقول نورمان فينسنت بيل عندما تركز على كل مصدر جسديا كان أم عقليا فإن قوة الشخص لحل المشكلة تتضاعف بشدة. لماذا أنا موجود في قائمة أسماء العاملين ومرتباتهم؟ هذا السؤال من أهم الأسئلة التي تلقى علينا ونجيب عليها مرات ومرات عديدة من خلال سيرتنا المهنية. وكما يحدث فإن أغلب الأشخاص ليسوا متأكدين تماما حول سبب وجودهم في قائمة العاملين ومرتباتهم. فإذا لم يكن لديك وضوح ناصع حول سبب وجودك في قائمة العاملين ومرتباتهم وما هي النتائج التي تؤجر عليها بعد الإنجاز فمن الصعب عليك أن تؤدي ما بوسعك وأن تحصل على أجر أكبر وتترقى بشكل أسرع. وبأبسط المعاني الجواب هو أنك تستخدم كي تحقق نتائج معينة فالأجر أو الدخل هو تسديد لنوع وكم محدد من العمل يشارك فيه الآخرون لإبداع منتج ما أو خدمة يدفع الزبائن إزاءها مالا. وكل عمل يمكن أن ينقسم إلى خمسة أو سبعة مواقع إنتاجية ومن النادر أن يكون أكثر من هذا وهذه هي النتائج التي تملأ مسؤولياتك على الإطلاق وبشكل إيجابي وتساهم بها في منظمتك إلى أقصى درجة. إن المواقع ذات النتائج الأساسية هي شبيهة بوظائف الجسم الفعلية مثل التي يستدل عليها عن طريق ضغط الدم حالة القلب وحالة التنفس ونشاط موجات الدماغ. إن غياب أحد هذه الوظائف الفعلية يقود إلى موت الكائن الحي وبالطريقة نفسها فإن فشلك في إنجاز موقع فعلي في عملك يمكن أن يقود إلى القضاء على العمل برمته. على سبيل المثال إن مواقع النتائج الأساسية في الإدارة هي التخطيط والتنظيم وإمداد الموظفين التوكيل الإشراف القياس وكتابة التقارير. هذه هي المواقع التي يجب على المدير أن يحصل على نتائجها لينجح في موقعه أو موقعها في المسؤولية. من الواجب أن يكون لديك معرفة ومهارات ضرورية وهذه الطلبات تتغير دوما عليك أن تطور من تصميم المنافسات والتي تمكنك من أداء عملك في المقام الأول غير أن مواقع النتائج هي دائما مركز عملك وتحدد نجاحك أو فشلك في الأمل. موقع النتيجة الأساسية هو شيء ما عليك إنجازه لتنجح في عملك وهو أساس المهمة المسؤول عنها تماما فإذا لم تؤديها لن يستطيع أحد غيرك أن يؤديها. إن مواقع النتائج الأساسية هي نشاط تحت سيطرتك إنها نتاج عملك الذي يصبح دخلا أو عامل مساهمة في عمل الآخرين. إن نقطة البداية لإنجاز الكثير بالنسبة لك هي أن تتعرف أولا على مواقع النتائج الأساسية لعملك. ناقشها مع مديرك في العمل واكتب قائمة لحصيلة مسؤولياتك وتأكد من أن الناس الذين هم أعلى منك والذين هم في المستوى نفسه والذين هم أدنى منك هم متوافقون معك. على سبيل المثال بالنسبة لبائع ما فإن التوقع وفتح حسابات جديدة هو موقع نتيجة أساسي. هذا النشاط هو المفتاح لعملية البيع الداخلية كما أن إغلاق بيعة هو موقع نتيجة أساسي آخر. عندما تعقل البيعة فإنها تحفز نشاطات لكثير من الناس الآخرين لإنتاج وطرح منتج أو خدمة. وبالنسبة لمالك الشركة أو المدير التنفيذي فإن التفاوض من أجل قرض مصرفي هو موقع نتيجة أساسي. كما أن توظيف الناس بشكل صحيح والتفويض بشكل فعال كلاهما موقع نتائج أساسيين. كما أن أعمال السكرتارية والاستقبال وطباعة رسائل أو الرد على المكالمات الهاتفية وتحويل الطلب وبسرعة فعالة تعرف على أنها مواقع نتائج أساسية وقدرة الناس على إنجاز هذه المهام بسرعة وبإتقان كبير تحدد أجرهم وترقيتهم. وحينما تحدد مواقع النتائج الأساسية لديك فإن الخطط الثانية هي أن تصنف نفسك في قياس نسبي من 1 إلى 10 في كل واحد من هذه المواقع في أي منها تكون قويا وأين تكون ضعيفا ومتى تحوز على النتائج الممتازة ومتى تكون في أدنى درجات الإنجاز. إليك القاعدة إن أضعف مواقع النتائج لديك تعين الارتفاع الذي تستخدم فيه مهاراتك وقدراتك الباقية. وتقول القاعدة إنك تستطيع استثنائيا في 6 من أصل 7 مواقع نتائج أو تنجحة لكن في الحقيقة ستكون ضعيفا في السابعة وإنجازك الضعيف في السابعة سيشدك إلى الوراء ويحدد مدى إنجازك لكل مهاراتك الأخرى وسيلعب هذا الضعف دور جريمة الدواء للتأثير عليك وسيكون سببا مباشرا للمشاكسة والشعور بالإحباظ. على سبيل المثال إن التفاوضة هو موقع نتيجة أساسي بالنسبة للمدير هذه المهارة هي النقطة المعتدلة للموقع والتي تمكن المدير من أن يدير عمله ويحصل على النتائج من خلال الآخرين والمدير الذي لا يستطيع أن يتفاوض من المحتمل أن يتراجع عن استخدام كل مهاراته في أعلى مستوى من التأثير إن مهارات التفاوض الضعيفة وحدها يمكن أن تؤدي إلى فشل العمل أحد الأسباب الرئيسية للمماطلة والتأخر في مجال العمل هو أن الناس يتحاشون الأعمال والنشاطات في المواقع التي عملوا فيها بشكل ضعيف في الماضي بدلا من وضع هدف ما وخطة لتحسينه في مجال خاص فإن أغلب الناس يتحاشون الموقع تماما مما يزيد الأمر سوءا نقيض ذلك هو أنه كلما أصبحت بارعا في مهارة ما وكلما تحفزت لإنجازها قلت مماطلتك وازداد تصميمك على إنهائها والحقيقة هي أن لكل شخص نقاط قوة ونقاط ضعف ارفض أن تبرر أو تدافع عن مواقع الضعف لديك وعيوضا عن هذا أعرفها بوضوح حدد هدفا وضع خطة لتصبح جيدا في كل موقع من هذه المواقع فقط فكر من الممكن أن تحذف مهارة عملية واحدة فقط من قمة إنجازك في العمل وهنا أحد أهم الأسئلة التي عليك طرحها والإجابة عنها دائما هل من الممكن أن يكون لمهارة واحدة إذا طورتها وأديتها على أكمل وجه أن يكون لها وقع إيجابي عظيم على مسيرتك المهنية عليك أن تستخدم هذا السؤال ليقود مسيرتك المهنية طوال حياتك وانظر إلى نفسك عند الإجابة عن هذا السؤال من المحتمل أنك تعرفها اسأل مديرك السؤال نفسه واسأل زملائك في العمل اسأل أصدقائك وعائلتك ومهما يكون الجواب ابحث عنه وعمل لرفع إنجازك في هذا المجال إن إحدى أسرع الطرق وأفضلها للقضاء على المماطلة وأداء الأشياء بشكل أسرع هو أن تصبح ممتازا تماما في مواقع النتائج الأساسية وهذا شيء مهم أكثر من أي شيء آخر تفعله خلال مسيرتك المهنية الخلاصة تعرف على مواقع النتائج الأساسية في عملك ما هي؟ اكتب في الأسفل المواقع التي عليك إنجازها ليكون عملك على أكمل وجه أعطي نفسك درجة من واحد إلى عشرة في كل واحد منها وبعدها حدد مفتاحا لمهارة واحدة إذا أديتها بشكل جيد يمكن أن تساعدك في مجمل عملك قدم هذه القائمة لمديرك وناقشه فيها عليك أن تستدعي النتيجة الجيدة والمديح ويمكن أن تصبح في مجال أفضل عندما تنفتح أمام نتائج عمل للناس الآخرين وناقش نتائجك مع موظفيك وزملائك في العمل وتحدث معهم اجعل من هذا التحليل عادة منتظمة تمارسها طيلة حياتك المهنية لا تتوقف عن التحسين والتطوير هذا القرار وحده يمكن أن يغير حياتك الطريقة السابعة اتبع قانون الكفاءة المفروضة يقول كومار التركيز في أصدق حالاته وفي شكله خالص يعني القدرة على توجيه العقل باتجاه شيء وحيد ومنعزل ومتفرد يقول قانون الكفاءة المفروضة لا يوجد وقت كاف أبدا لفعل كل شيء لكن هناك دائما وقت كاف لفعل الشيء المهم بعبارة أخرى لا تستطيع أن تأكل كل ضفيدعة أو ضفدعة في البحيرة لكن يمكنك أن تأكل الأكبر والأبشع وهذا كاف على الأقل بالنسبة لتوفير الوقت وعندما يدركك الوقت ولم تنتهي بعد المهمة الأساسية أو المشروع الذي يبدو جديا فستجد دائما الوقت لإنجازه وعلى الأغلب في آخر لحظة عليك أن تدأ مبكرا وأن تظل متأخرا وعليك أن تجبر نفسك على إنهاء العمل على أن تواجه العواقب السلبية التي ستنتابك فيما إذا لم تنتهي من العمل في الوقت المحدد قاعدة لا يوجد الوقت الكافي أبدا لفعل كل ما تود فعله الحقيقة هي أن الشخص العادي يعمل في الأيام بنسبة 110 إلى 130% من طاقته وتظل الأعمال والمسؤوليات متراكمة والكثير من لديه كومة من موارد القراءة عليه الإطلاع عليها تتضمن إحدى الدراسات حديثا بأن المدير التنفيذي العادي يتراكم عليه من 300 إلى 400 ساعة للمطالعة والمشاريع سواء في المنزل أو في المكتب هذا يعني أن الوقت لا يكفيه أبدا ضع هذا التفكير في عقلك وكل ما تأمله هو أن تكون في قمة أهم مسؤولياتك وعلى الآخرين أن ينتظروا يقول كثير من الناس إنهم يؤدون أفضل تحت ضغط نهاية المدة ولسوء الحظ تشير سنوات من البحوث بأن هذا من النادر أن يكون صحيحا وتحت ضغط نهاية المدة فإن الإبداع الذاتي على الأغلب من خلال المماطلة والإهمال يجعل الكثيرين من الناس يعانون من ضغط كبير وارتكاب أخطاء أكثر وإعادة الكثير من المهمات في كونهم تحت ظروف أخرى وتقود في الأغلب الأخطاء الواقعة تحت تأثير نهاية المدة المحددة إلى أعطاب وتكلف الكثير من التسرع مما يقود إلى خسائر مالية حقيقية على المدى الطويل والعمل في بعض الأحيان يأخذ بالفعل وقتا أكثر لإنهائه عندما يندشع الناس لإنهائه في آخر دقيقة مما يتوجه عليهم إعادته يمكن أن تستخدم ثلاث أسئلة بانتظام لتبقى مركزا على أهم مهامك التي عليك إنهاؤها في الجدول والسؤال الأول هو ما هي نشاطات الأعلى قيمة وبطريقة أخرى ما هي أكبر الضفادع التي عليك أكلها لتنجز أعظم إسهام في منظمتك وفي عائلتك وفي حياتك بشكل عام وهذا هو أهم الأسئلة التي عليك طرحها والإجابة عنها ما هي نشاطاتك الأعلى قيمة؟ أولا فكر بهذا من خلال نفسك بعدها اسأل مديرك واسأل زملائك في العمل ومعاونيك اسأل أصدقائك وعائلتك ومثل التركيز على عدسة الكاميرا عليك أن توضح تماما نشاطاتك ذات القيمة العالية قبل أن تبدأ بالعمل السؤال الثاني الذي عليك أن تطرحه على نفسك باستمرار ماذا علي أن أفعل إن أديته جيدا؟ وهل سيحدث تغييرا حقيقيا؟ يأتي هذا السؤال من بيتر ديركر المدير الإداري وهو من أهم الأسئلة كلها لإنجاز التأثير الشخصي ما هو الشيء الذي تستطيع فعله؟ وإذا فعلته جيدا يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا في حياتك هذا يشير إلى شيء ما تستطيع فعله أنت فقط وإذا لم تفعله فلن يستطيع أحد غيرك فعله لكن إذا فعلته افعله افعله جيدا وسيحدث تغييرا حقيقيا في حياتك وفي مسيراتك المهنية ما هي ضفتعتك في عملك؟ في كل ساعة وفي كل يوم يمكنك أن تسأل نفسك هذا السؤال وسيكون هناك جواب خاص وعملك هو أن تكون واضحا في إجابتك وبعدها تبدأ العمل في هذه المهمة قبل أي شيء آخر والسؤال الثالث هو ما هو الشيء الأكثر قيمة بينما أؤديه بشكل صحيح حاليا؟ وبعبارة أخرى ما هي أكبر ضفتعة بين جميع الضفادع في اللحظة الراهنة؟ وهذا هو لب السؤال في إدارة الوقت وسؤاله هو مفتاح التغلب على المماطلة والوصول إلى شخص عالي الإنتاج وكل ساعة من ساعات يوم تجد إجابة على هذا السؤال وعملك هو أن تسأل نفسك دائما هذا السؤال مرات ومرات عديدة والعمل دوما على الإجابة عليه مهما كانت الإجابة أدي الأشياء الأولى أولا والثانية لا تؤديها على الإطلاق وكما يقول جوتا إن الأشياء التي تهمك يجب أن لا تكون تحت رحمة الأشياء ذات القيمة الأعلى وكلما كانت إجابتك دقيقة عن هذه الأسئلة من السهل عليك أن ترتب أولوياتك بوضوح وأن تتغلب على المماطلة وأن تبدأ بنشاط واحد يمثل أهم الأشياء التي تأخذ من وقتك لإنجازها الخلاصة إن أهم أدوات التفكير القوية لنجاح هي قدرتك على الفصل بين أولوية وأخرى يلزمك بضغ دقائق كل يوم لتجلس هادئا دون تشويش وخلال هذا الوقت استرخي وفكر فقط بعملك ونشاطاتك من دون ضغط أو تأثير وكل قضية على الأغلب وخلال هذا الوقت من العزلة سوف تتلقى رؤى ممتعة وأفكارا توفر الكثير من وقتك فيما إذا طبقتها على العمل وستجرب أحيانا اختراقات ستغير وجهة حياتك وعملك الطريقة الثامنة استعد تماما قبل أن تبدأ يقول جيمس مكاي لا يهم مستوى مقدرتك فلديك طاقات كاملة أكثر مما تستطيع أن تنميه في دورة الزمن إن أفضل الطرق للتغلب على المماطلة وأداء الأشياء بشكل أسرع هو أن تجعل كل شيء تحتاجه في متناول يدك قبل أن تبدأ وعندما تستعد تماما تصبح مثل البندقية المحشوة أو رام السهم بوتر مشدود في القوس تحتاج لدفعة دماغ صغيرة لتندفع وتبدأ أكثر مهامك قيمة وهذا يشبه تحضيرك كل شيء لإعداد وجبة كاملة مثل ضفنعة كبيرة عليك أن تحضر كل المقادير كل المقادير على الطاولة أمامك وتبدأ بخلط المقادير معا لتحضير العشاء كل خطوة بزمن محدد ابدأ بتنظيف مقعدك أو مكان عملك على أن يحوي مهمة واحدة فقط أمامك وإذا اقتضت الضرورة ضع كل شيء على الأرض أو على الطاولة خلفك اجعل كافة المعلومات والتقارير والتفاصيل والأوراق وأدوات العمل التي تتطلب منك إنهاءها ضعها في متناول يدك بحيث تستطيع أن تصل إليها من غير أن تنهض أو تتحرك كثيرا كن متأكدا بأن كل أدوات الكتابة وأقراس الكمبيوتر وشفارات الدخول وعناوين البريد الألكتروني وكل شيء آخر تحتاجه أمامك لتبدأ وتستمر بالعمل إلى أن ينتهي رتب مكان عملك بحيث يصبح مريحا وجذابا ومعينا للعمل فترات طويلة وبشكل خاص تأكد من الكرسي المريح الذي يدعم ظهرك ويسمح لقدميك بحرية الحركة والثبات على الأرض يأخذ الأشخاص المنتجون وقتا لابتكار مكان عمل يستمتعون به لقضاء أوقاتهم وكلما كان مكان عملك نظيفا ومرتبا قبل أن تبدأ كان من الأسهل لك أن تبدأ وأن تستمر وإحدى أهم الأساليب العظيمة للتغلب على المماطلة أكل الضفادع هي في إنجاز كل شيء تماما للاستعداد للعمل مقدمة وعندما يحضر كل شيء بالترتيب وبالتتابع ستشعر أكثر بإنهاء العمل من المذهش كمية الكتب التي لم تكتب وكمية الدرجات التي لم تكتمل وكمية المشروعات التي تغير الحياة والتي لم تبدأ بها بعد حين يفشل الناس في اتخاذ الخطوة الأولى لتحضير كل شيء مسبقا تجذب لوس أنجلوس الناس من جميع أنحاء أمريكا والذين يحلمون بكتابة مخطوط سينمائي ناجح وبيعه إلى أحد الاستيديوهات في المنطقة يتوجهون نحو لوس أنجلوس ويؤدون أعمالا ذات مستوى منخفض عدة سنوات بينما يحلمون بكتابة وبيع مخطوط مشهور جماهيريا أرسلت لوس أنجلوس تايمز حديثا تقريرا حول ويلشر بولفارد لمقابلة عبري السبيل وعندما جاء الناس سألهم سؤالا واحدا من أين جاء مخطوطكم وأجاب ثلاثة من أصل أربعة من عابري السبيل أنجزنا أغلبه وفي الحقيقة المؤسفة أن عبارة أنجزنا أغلبه تعني أن الأغلب لم نبدأ به بعد لا تدع هذا يحدث معك عندما تجلس وأمامك كل شيء مستعدا للانطلاق فإن لغة جسدك تفترض إنجازا عاليا اجلس مستقيما اجلس إلى الأمام وبعيدا عن ظهر الكرسي اجعل نفسك شخصا كافيا وفعالا وذا أداء عالي بعدها التقط أول فقرة وقل لنفسك دعنا نبدأ العمل وابدأ به وحال ما تبدأ استمر بهذا إلى أن تنتهي الخلاصة ألقي نظرة محكمة على مقعدك ومكتبك سواء في المنزل أم في المكتب واسأل نفسك ما نوع الشخص الذي يعمل في بيئة مثل هذه وكلما كانت بيئة عملك نظيفة ومرتبة شعرت بأنك أكثر إيجابية وإنتاجا وثقة والحل اليوم هو في تنظيف مقعدك ومكتبك تماما حتى تشعر بالفاعلية والرضى والاستعداد للانطلاق كل ما جلست لتعمل الطريقة التاسعة أدي واجباتك المنزلية يقول أوغ ماندينو إن الوسيلة الوحيدة للنجاح هي أن تؤدي خدمات أكثر وأفضل مما هو متوقع منك ومهما كانت المهمة إن أداء واجبك المنزلي هو من أهم مبادئ الإنتاج الشخصية على الإطلاق تعلم ما تريد أن تتعلمه حتى تستطيع أن تؤدي عملك بحالة ممتازة وكلما كنت أفضل في أكلك نوعا معينا من الضفالع خربت فيه أكثر واستطعت أن تنجزه والسبب الرئيسي في الإهمال والمماطلة هو الشعور بعدم الكفاءة ونقص في أثقة وعدم القدرة في موقع الإنتاج في مهمتك إن الشعور بالضعف والقصور في موقع ما له السبب كاف لإحباطك في البدء بالعمل على الإطلاق ارتقي دوما في مهاراتك في مواقع الإنتاج لديك وتذكر أنه إذا لم تكن أفضل اليوم فإن معرفتك ومهارتك ستكون مهملة بنسبة سريعة وكما قال بارت ريلي حارس المرمى في كرة السلة إذا لم تكن تتحسن فأنت تتراجع وأحد أكثر الأساليب فائدة في إدارة الوقت هو أن تتحسن في موقعك الأساسي إن التطوير الشخصي والمهني هو من أهم الأمور لحفظ الوقت وكلما كنت أفضل في موقعك الأساسي كنت أكثر تحفزا للانخراط فيه وكلما كنت أفضل كلما ازدادت طاقتك وحماستك وعندما تعرف أنك ستؤدي العمل جيدا ستجد أنه من السهل أن تتغلب على المماطلة وتؤدي العمل بشكل أسرع وأفضل تحت ضغط أي ظرف كان يمكن أن تحدث معلومة صغيرة أو مهارة واحدة إضافية فرقا في قدرتك على أداء العمل بشكل جيد تعرف على أهم الأشياء التي تفعلها وبعدها ضع خطة لترتقي باستمرار بمهارتك في هذه المواقع قاعدة إن التعلم المستمر هو المطلب الأول للنجاح في أي مجال كان ارفض أن تسمح لأي ضعف أو نقص في القدرة في أي مجال أن يرجع بك إلى الوراء وكل شيء في العمل قابل للتعلم وما يتعلمه الآخرون يمكنك أن تتعلمه أنت أيضا عندما بدأت بكتابتي كتابي الأول كنت محبطا لأنني كنت أستخدم فقط طريقة التقط واكتب في الطباعة وتأكدت فورا من أنني أستطيع أن أتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة من غير النظر إلى الحروف إذا استمريت بالكتابة وإعادة الكتابة في 300 صفحة لذا اشتريت برنامج الطباعة على الآلة الكاتبة من غير النظر إلى الحروف لحاسوبي وتدربت عليه لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل يوم ولمدة 3 شهور ومع نهاية المدة طبعت حوالي 40 إلى 50 كلمة في الدقيقة وبهذه المهارة استطعت أن أكتب كمية من الكتب التي نشرت في كافة أنحاء العالم وأفضل الأخبار هي أنك تستطيع أن تتعلم أي مهارة تحتاجها لتصبح أكثر إنتاجا وتأثيرا ويمكن أن تصبح طباعا على الآلة الكاتبة من دون النظر إلى الحروف إذا اقتضى الأمر ويمكن أن تصبح خبيرا في الكمبيوتر ويمكن أن تصبح مفاوضا عظيما أو بائعا خارقا ويمكن أن تتعلم التحدث إلى الجمهور ويمكن أن تتعلم الكتابة بشكل فعال وجيد هذه هي المهارة التي يمكن أن تحصل عليها حالما تقرر ذلك وتجعلها من أولوياتك اقرأ في مجالك لمدة ساعة على الأقل يوميا انهض مبكرا قليلا كل صباح واقرأ لمدة 30 إلى 60 دقيقة في كتاب أو صحيفة تتضمن معلومات تساعدك لتكون أكثر فعلية وإنتاجا فيما تفعله خذ كل منهاج وكل حلقة بحث متوفرة في مهاراتك الأساسية والتي يمكن أن تساعدك واحضر المؤتمرات ومقابلات العمل في وظيفتك أو مهنتك واذهب إلى الاجتماعات وورشات العمل اجلس في المقدمة وسجل ملاحظاتك وتابع التسجيلات الإذاعية للبرامج وحدد نفسك لتكون أكثر الناس معرفة وأكثرهم منافسة في مجال عملك أخيرا اصغي إلى البرامج الإذاعية في سيارتك حيث يجلس الشخص المتوسط مالك السيارة خلف المقود حوالي 500 إلى 1000 ساعة كل سنة وهو يقود من مكان إلى آخر حول وقت القيادة إلى وقت تعلم ويمكن أن تصبح أذكى شخص وأكثرهم استطاعة وأجرا في مجال عملك وببساطة عن طريق الاستمتاع إلى برامج الإذاعة التعليمية كلما قلت سيارتك في أي مكان وكلما تعلمت وعرفت ازدادت ثقتك بنفسك وشعرت بالحماسة وكلما أصبحت أفضل ازدادت قدرتك على أداء الأكثر في مجال عملك وكلما تعلمت أكثر استطعت أن تتعلم أكثر وأكثر وكما تبني عضلاتك الجسدية من خلال التمارين الجسدية يمكن أن تبني عضلات دماغك بالتدريب العقلي وليس هناك حدود إلى أي مدى وبأي سرعة يمكن أن تتقدم ما على الحدود التي تضعها في مخيلتك الخلاصة قرر اليوم أن تبدأ مشروع افعل هذا لنفسك كنت تلميذا مدى الحياة في إتقانك حرفة ما والمدرسة هي ليست ضد تعلمك مهنة ما ما هي مهاراتك الأساسية التي تساعدك بشكل كبير لتنجز نتائج أفضل وأسرع وما هي خلاصة المنافسات التي تحتاجها في المستقبل لتتقدم في مجال عملك ومهما كانت ضع هدفا وضع خطة وابدأ بالتطوير وزيادة قدراتك في هذه المجالات وقرر أن تكون الأفضل في كل ما تفعله الطريقة العاشرة قوي مواهبك الخاصة يقول ديان بريغز أدي عملك وليس عملك فقط من دون زيادة لكن زد عليه قليلا من أجل السخاء وهذه الزيادة القليلة ستساوي البقية أنت بارع ولديك مواهب وقدرات تجعلك مختلفا عن أي شخص حي آخر وهناك ضفادع يمكنك أكلها أو أن تتعلم أكلها وتجعلك من أهم الأشخاص من بني جيلك هناك أشياء محددة يمكنك فعلها أو أن تتعلم فعلها ويمكن أن تجعلك ذا قيمة خارقة لنفسك وللآخرين وعملك هو أن تتعرف على أماكن التفرد الخاصة لديك وبعدها تجعل نفسك جيدا بل جيدا جدا في هذه الأماكن وأفضل ذخر تستعين به في مجال السيلان النقدي هو قدرتك على كسب النقود إن قدرتك على العمل تمكنك من أن تكسب عشرات الآلاف من الدولارات في حياتك كل سنة وببساطة عن طريق تطبيق معرفتك ومهاراتك في عالمك وهي مقدرتك على أكل الضفادع خاصة بشكل أسرع وأفضل من الآخرين ويمكنك أن تفقد كل شيء يخصك منزلك سيارتك عملك حسابك المصرفي لكن طالما ما زالت لديك القدرة على الكسب يمكنك أن تسترجعها جميعا بل أكثر منها خذ حصيلة مواهبك وقدراتك المتفردة على أسس منتظمة ما هو الشيء الذي تؤديه جيدا بشكل خاص؟ بأي شيء تكون جيدا؟ ما هو الشيء الذي تؤديه بسهولة وجودة ومن الصعوبة على الأشخاص الآخرين فعله؟ عد إلى مسيرتك المهنية ما هو أهم شيء مسؤول عن نجاحك في الحياة وفي العمل إلى يومنا هذا؟ وما هي أهم الضفادع التي أكلتها فيما مضى؟ أنت مصمم بشكل يجعلك تستمتع بفعل الأشياء نفسها التي تؤديها بمهارة كبيرة؟ ما هو الشيء الذي تستمتع بفعله أكثر شيء في العمل؟ ما هو نوع الضفادع التي تستمتع أكثر بأكلها؟ والحقيقة دوما هي أنك عندما تستمتع بشيء ما يعني هذا أنه من المحتمل أن تكون لديك قدرة ذاتية بأن تكون ممتازا في هذا المجال وإحدى مسؤولياتك الكبيرة في الحياة هي تقرير ما تحب أداءه فعلا ثم أداء هذا الشيء الخاص بشكل جيد وأكثر من جيد وبكل جوارحك انظر إلى الأشياء المختلفة التي تفعلها ما هو الشيء الذي تفعله والذي يستوجب الإمتلان والمديح من الناس الآخرين؟ وما هو الشيء الذي تفعله ويؤثر بشكل إيجابي في عملك وعلى إنجاز الآخرين أكثر من أي شيء آخر؟ الناجحون بلا استثناء هم الذين يستغلون الوقت في معرفة ما يفعلونه تماما وبأقصى متعة ويعرفون أن ما يفعلونه يحدث تغييرا حقيقيا في عملهم وبعدها يركزون على المهمة أو على مجال النشاط حصرا عليك أن تركز دوما على أفضل طاقاتك وقدراتك للبدء وإنهاء المهمات الرئيسية حيث تمكنك مواهبك وقدراتك المتفردة لأدائها بشكل جيد وخلق إسهام هام لا تستطيع أن تفعل كل شيء لكنك تستطيع فعل هذه الأشياء القليلة التي تبدع فيها تلك الأشياء القليلة التي يمكن أن تحدث تغييرا حقيقيا الخلاصة اسأل نفسك باستمرار هذه الأسئلة الأساسية بأي شيء أنا جيد حقيقة؟ ما هو أكثر شيء أستمتع به في عملي؟ ما هو أكثر شيء مسؤول عن نجاحي في الماضي؟ إذا كنت أستطيع أن أفعل أي عمل على الإطلاق فما هو هذا العمل؟ إذا ربحت في أي لعبة مبلغا طخما من المال وبإمكانك أن تختار أي عمل أو أي جزء من العمل لأدائه في المستقبل البعيد فما هو العمل الذي تختاره؟ وما هو نوع التحضير الذي ستنخرط به لتصبح قادرا على أدائه بشكل منتاز مهما كانت الإجابة؟ ابدأ به اليوم الطريقة الحادي عشر حدد الضوابط الأساسية لديك يقول أليكسندر غراهام بل ركز كل أفكارك على المهمة التي بين يديك فأشعة الشمس لا تحرق إلا إذا تجمعت في بؤرة ما الذي يجرك للخلف؟ وما الذي يعين السرعة التي تنجز بها أهدافك؟ وما الذي يحدد سرعتك؟ وما الذي يحدد سرعتك بالتحرك من حيث أنت إلى ما تريد الوصول إليه؟ وما الذي يوقفك أو يمنعك عن أكل الضفارع والتي تحدث تغييرا فعليا؟ لماذا لم تحقق هدفك إلى الآن؟ هذه هي بعض الأسئلة الهامة التي عليك طرحها دائما والإجابة عنها في طريقك لإنجاز مستويات عالية من الإنتاج والتأثير الشخصي ومهما كان الشيء الذي عليك فعله هناك دوما عامل محدود يعين مدى سرعتك وإتقانك في إنجازه وعملك هو أن تدرس المهمة وأن تعرف العامل المحدد أو الوقوف عنده وبعدها عليك أن تركز كل طاقتك للتخفيف من نقطة الصدمة هذه في الواقع إن كل مهمة كبيرة كانت أم صغيرة هناك عامل واحد يحدد سرعة إنجازك للهدف أو إتمام العمل ما هو؟ ركز طاقاتك العقلية على هذا المفتاح وسيكون هذا أفضل تثمين لاستخدام وقتك وملكاتك هذا العمل يمكن أن يكون شخصا يساعدك أو قرارا تحتاجه أو مصدرا تتطلبه أو ضعفا في أحد جوانب منظمتك أو أي شيء آخر غير أن ما عرفت هذا العامل المحدود سيكون دوما عملك على سبيل المثال فإن الغرض من العمل هو خلق الزبائن والاحتفاظ بهم وبفعل هذا بكميات كافية ستحظى الشركة بفوائد وستنمو وتزدهر باستمرار في كل عمل هناك عامل تقييد أو نقطة صدمة تحدد مدى سرعتك وجودتك في إنتاج غرض الشركة قد يكون التسويق أو مستوى المبيعات أو قوة الشراء نفسها هي العامل المقيد وقد تكون تكاليف العملية أو طرائق الإنتاج وقد تكون مستوى السيولة النقدية أو التكاليف ويحدد نجاح الشركة عن طريق المنافسة والزبائن أو مكان السوق الحالي وإحدى هذه العوامل وأكثر من أي عامل آخر يحدد سرعة الشركة في إنجاز أهدافها في النمو والمنفعة ما هو هذا العامل أو السبب؟ إن التعريف الدقيق للعامل المهدود في أي عملية والتركيز عليه يمكن أن يجلب عادة تقدما أكثر في مدة زمنية أقصر من أي نشاط آخر منفرد إن قاعدة 80-20 تطبق على كبح النفس في حياتك وفي عملك وما يعنيه هذا هو أن 80% من كبح النفس أي العوامل التي تجعلك تحجم عن أداء أهدافك هي داخلية هي من داخلك وهي من صميم خصائصك الشخصية وقدراتك وعاداتك ونظامك أو منافساتك إن 20% من العوامل المحدودة فقط هي من خارجك أو من خارج منظمتك ويمكن أن يكون مفتاح كبح النفس لديك شيئا ما صغيرا غير واضح بشكل خاص ويتطلب هذا بعض الأحيان أن تضع لائحة بكل خطوة في العملية وتفحص كل نشاط لتحديد ما الذي يحجمك تماما وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون إحساسا سلبيا منفردا أو اعتراضا على بعض الزبائن مما يقلص من عملية البيع الداخلية وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون غياب عنصر ما يحجم نمو المبيعات في الإنتاج أو خط الخدمات انظر إلى شركتك بأمانة وانظر إلى مدرائك وإلى زملائك في العمل وإلى أعضاء فرقتك لترى فيما إذا كان هناك مفتاح ضعف يحجمك أو يحجم شركتك ويعرق الإنجاز أهدافك الرئيسية في حياتك الخاصة عليك أن تتمسك بإخلاص عندما تنظر مليا إلى نفسك من أجل العامل المحدود أو المهارة التي تحدد سرعتك في إنجاز أهدافك الشخصية يبدأ الناجحون دوما في تحليل كبح النفس لديهم بطرح هذا السؤال ما هو الشيء الموجود في شخصيتي والذي يرجعني إلى الخلف؟ استمر في السؤال ما الذي يحدد السرعة في وصولي إلى النتائج التي أبغيها؟ إن تعريف كبح النفس يحدد الاستراتيجية التي أستخدمها من أجل التخفيف منها والفشل في تعريف كبح النفس الصحيح أو تعريف كبح النفس الخطأ يمكن أن يقود إلى الاتجاه الخاطئ وينتهي بك الأمر بحل المشكلة الخاطئة تعرضت شركة كبرى زبونة لي إلى نقص في المبيعات واستنتج مدير الشركة بأن السبب الرئيسي للكبح هو قوة البيع وإدارته وأنفقوا مبلغا ضخما من النقود لإعادة تظظيم الإدارة وإعادة تدريب البائعين ووجدوا أخيرا بأن السبب الأساسي لانخفاض المبيعات هو نتيجة خطأ ارتكبه محاسب سعر منتجاتهم مصادفة بسعر يفوق كثيرا الشركات المنافسة في ميدان السوق وحالما عدلت الشركة أسعارها عادت المبيعات للارتفاع وعاد العمل ليجني فوائده وخلف كل كبح نفس أو صدمة سبق أن حدثت وخففناها بالنجاح سنجد كبحا آخر أو عاملا معينا ومهما وصلنا إلى العمل في الوقت المحدد أو أسسنا سيرة مهنية ناجحة هناك دائما عوامل مقيدة وأعناق زجاج تحدد سرعتك أو تحدد سرعة تقدمك وعملك أن تجدهما وتركز طاقتك لتقلصهما بأسرع وقت ممكن ابدأ يومك بإزالة مفتاح عنق الزجاجة أو كبح نفسي مما يجعلك ممتلئا بالطاقة والقوة الشخصية وهذا يحثك على المضي قدما لإنهاء العمل وهناك دوما عامل محدد وغالبا ما يكون مفتاح كبح النفس أو العامل المحدد هو أهم ضفدعة عليك أكلها في هذه اللحظة الخلاصة حدد أهم هدف في حياتك منذ اليوم ما هو؟ وما هو هذا الهدف الذي إن أنجزته سيكون له تأثير إيجابي عظيم في حياتك؟ وما هي السيرة المهنية التي عليك إتمامها ليكون لها وقع إيجابي عظيم في ميدان عملك؟ وطالما أنك واضح فيما يخص هدفك الرئيس اسأل نفسك ما الذي يحدد سرعة إتمامي لهذا الهدف؟ ولماذا لم أتممه إلى الآن؟ ما العيب في نفسي الذي يشدني إلى الخلف؟ ومهما كان الجواب تصرف فورا افعل شيئا ما افعل أي شيء ولكن عليك أن تبدأ الطريقة الثانية عشر خذ برميلا واحدا فقط كل مرة يقول سامويل سمايلز ينجز الأشخاص ذو القوة المؤتدلة ويمكن أن ينجزوا أكثر إذا فرغوا أنفسهم تماما وبلا كلل إلى شيء واحد في كل فترة زمنية هناك مثل قديم يقول إذا قسمنا بالقدم سيكون الأمر صعبا ولكن إذا قسمناه بوصة بوصة فكل شيء سيتم إن أهم الطرق للتغلب على المماطلة هو أن تفرغ عقلك من المهمة الكبيرة التي أمامك وأن تركز على فعل واحد تستطيع فعله وأهم الطرق لأكل ضفدعة كبيرة هو في تقسيمها جزءا واحدا في كل مرة كتب كونفوشيوس مرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة إنها استراتيجية عظيمة للتغلب على المماطلة وأداء أفعال أكثر بسرعة أكثر منذ سنوات انخلت اجتزت قلب الصحراء الكبرى تنزير أوفت والتي تدعى حاليا الجزائر في ذلك الوقت كانت الصحراء محتلة من قبل الفرنسيين لسنوات طويلة وكانت محطات تزويد الوقود الأصلية فارغة ومهملة وتبعد الصحراء حوالي 500 ميل عبر امتداد واحد بلا ماء ولا طعام بلا حشائش أو حتى حشرة كانت جرداء تماما منبسطة وصفراء وتتراكم فيها الرمال ممتدة حتى الأفق في كل الاتجاهات وفي السنوات الخالية هلك حوالي أكثر من 1300 شخص عندما عبروا امتداد الصحراء وغالبا ما كان يؤدي تراكم الرمال إلى طمس معالم الطريق عبر الصحراء فيضيع المسافرون ليلا ومن أجل مقاومة نقص المعالم في هذه البقعة علم الفرنسيون الطريقة باللون الأسود بخمسمائة وخمسين برميل نفط صغير كل خمسة كيلومترات تماما كالمسافة إلى الأفق حيث تستدير الأرض عندما تعبر هذه الأرض الجرداء القاحلة وبسبب هذا وأينما كنت في أثناء النهار سوف ترى برميلين من النفط واحدا تمر به حاليا والآخر بعده مباشرة على بعد خمس كيلومترات وكان هذا كافيا وكل ما علينا فعله هو التحرك مباشرة تجاه البرميل التالي ونتيجة لذلك استطعنا أن نجتاز أكبر صحراء في العالم بطريقة بسيطة ألا وهي برميل واحد فقط كل مرة بالطريقة نفسها تستطيع أن تنجز أكبر مهمة في حياتك عن طريق ضبط نفسك وتطبيق مبدأ خطوة واحدة كل مرة وستشق طريقك في العمل أبعد مما تتصور وبعدها يمكنك أن ترى كفاية أبعد من ذلك ولإنجاز مهمة عظيمة عليك أن تكون مخلصا ولديك ثقة كاملة بأن خطوتك التالية ستتضح لديك وتذكر الوسطية الرائعة اقفز لتظهر الشبكة وتبني الحياة العظيمة والسيرة المهنية العظيمة بإنجاز مهمة واحدة كل مرة بسرعة وجودة ثم الانتقال منها إلى المهمة التالية وتنجز الاستقلالية المالية بالدخار القليل من المال في كل شهر على حدة سنة بعد سنة ونحصل على الصحة والرشاقة بتناول القليل من الطعام وأداء تمارين أكثر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ونستطيع التغلب على المماطلة وإنجاز الأشياء الخارقة عندما نبادر بالخطوة الأولى وعن طريق البدء تجاه الهدف وبعدها تتقدم خطوة واحدة برميلا واحدا فقط في كل مرة الخلاصة اختر هدفا أو واجبا أو مشروعا ما في حياتك تعمل به منذ أمد وابدأ بالخطوة الأولى لإنجازه مباشرة في بعض الأحيان كل ما تحتاجه لتبدأ به هو أن تجلس وتكتب قائمة بكل الخطوات التي تحتاجها لتنهي تماما هذه المهمة بعدها ابدأ بإثمام فقرة واحدة في هذه القائمة ثم فقرة أخرى وهكذا وسوف تدهش عندما تنجز عملك أخيرا الطريقة الثالثة عشر اضغط على نفسك يقول توماس أديسون إن أول متطلب للنجاح هو أن توظف قواكة الجسدية والعقلية لمشكلة واحدة بلا توقف ومن غير كلل وملل العالم مليء بالأشخاص الذين ينتظرون من يأخذ بأيديهم ويوجههم نحو النوع الذي يتمنونه والمشكلة هي أنه لا يأتي أحد لمد يد المعونة هؤلاء الأشخاص ينتظرون باصا على قريعة الطريق في المكان الذي لا تمر به باصات ونتجة لذلك إذا لم يحملوا على عاتقهم المسؤولية ويضغطوا على أنفسهم سيؤدي بهم المطاف إلى الانتظار على الدواب وهذا ما يحصل لأغلبية الناس إثنان بالمئة فقط من الأشخاص يعملون تماما بلا إشراف وندعو هؤلاء الأشخاص بالقادة وهذا النوع من الأشخاص هم الذين يجب أن تنتمي إليهم وعملك هو أن تعود نفسك بالضغط عليها وعدم انتظار شخص آخر أن يأتي ويؤديه لك عليك أن تختار ضفادعك وتجبر نفسك على أكلها بالترتيب حسب أهميتها والمعايير التي ستجددها في عملك وسلوكك يجب أن تكون أعلى من أي شخص يحددها لك واجعل من البدء بالعمل مبكرا لعبة مع نفسك وأيضا العمل بجد أكثر والبقاء متأخرا قليلا وابحث دوما عن طرق للمضي ميلا زيادة ولفعل أكثر مما تؤجر عليه ولقد عرف عالم النفس ناثنيال براندون تقديرك الذاتي وجوهر شخصيتك بسمعتك مع نفسك وسوف تبني سمعتك أو تحطمها بنفسك وبكل شيء تفعله أو تفشل فيه والأخبار السارة هي أنك تشعر بالروعة حيال نفسك كلما دفعتها لأداء أفضل وكلما ارتقيت للمكان الذي يغادره الشخص العادي بشكل طبيعي وتخيل كل يوم بأنك تلقيت رسالة طارئة وعليك مغادرة مدينتك غدا لمدة شهر فإذا كان عليك أن تغادر لمدة شهر ما هي الأشياء التي ستتحقق من أدائها تماما قبل مغادرتك ومهما كانت تلك الأشياء اذهب إلى العمل بهذه المهمة حالا الآن وتخيل أنك تلقيت على التو جائزة وهي قضاء عطلة مجانية التكاليف غير أنه عليك أن تغادر غدا صباحا لقضاء العطلة أو أنها ستعطى لشخص آخر غيرك ما الذي ستحدده لتنهيه قبل أن تغادر وتأخذ هذه العطلة ومهما كان هذا الشيء ابدأ بهذا العمل مباشرة ويضغط الناجحون على أنفسهم باستمرار لإنجاز أعلى المستويات والفاشلون من الناس يتلقون التعاليم والإشراف والضغط من قبل أناس آخرين وإحدى أهم الطرق للتغلب على المماطلة هي بالعمل وكأن لديك يوما واحدا لإنهاء أهم أعمالك قبل أن تغادر لمدة شهر أو تذهب للعطلة وبالضغط على نفسك سوف تنجز مهمات أكثر وأفضل وأسرع من ذي قبل وستصبح شخصا عالي الأداء وبشخصية فائقة فائقة الإنجاز وسوف تشعر بالروعة حيال نفسك ومرة بعد مرة سوف تؤسس عادة إنهاء المهمة بسرعة وهذا سيخدمك دوال الأيام الباقية في حياتك الخلاصة حدد المواعيد النهائية والمواعيد الثانوية لكل مهمة ونشاط وأوجد نظام المواجهة مع نفسك وارفع الحواجز عن نفسك ولا تدعها معلقة بكلاب وحالما تحدد النهاية مدة لعملك التزم بها وحاول حتى أن تسبقها اكتب كل خطوة لكل عمل أو مشروع رئيسي قبل أن تبدأ وبعدها حدد كم من الدقائق والساعات التي تلزمك لإنهاء كل فقط ونظم مفكرتك اليومية والأسبوعية لتخلق أجزاء من الوقت عندما تعمل حصراً في هذه المهمات الطريقة الرابعة عشر وسع من قدرتك الشخصية يقول جون هاقي جمع مصادرك ونظم كل ملكاتك العقلية وعبئ كل طاقاتك وركز على قدراتك كي تسيطر على الأقل على مجال واحد من المشهود إن المادة الخام لإنجاز والإنتاج الشخصي موجودة في طاقاتك الجسدية والعقلية والعاطفية وإن من أهم المتطلبات لتكون سعيداً ومنتجاً هي أن تحرس وتغذي مستويات طاقاتك في كل الأوقات إن جسدك مثل الآلة تستخدم الطعام والماء والراحة ليحرر الطاقة التي تستخدمها فيما بعد لأداء المهمات الجسيمة في حياتك وفي عملك وعندما تكون مرتاحاً تماماً فإنك ستنجز ضعفي أو ثلاثة أضعاف وحتى خمسة أضعاف أكثر مما تنجزه وأنت مناك والقاعدة هي أن إنتاجك يبدأ بالانخفاض بعد ثمان أو تسع ساعات من العمل ولهذا السبب فإن العمل لساعات طويلة في الليل على الرغم من أنه ضروري في بعض الأحيان فهذا يعني أنك تنتج عادة أقل وأقل في وقت أكثر وأكثر وكلما كنت منهكاً ساء عملك ارتكبت أخطاء أكثر وفي نقطة محددة مثل البطارية التي تفرغ تتعطل يمكن أن تصل الحائط وببساطة لا تقدر على الاستمرار والحقيقة هي أن لديك أوقات خاصة خلال النهار تكون فيها بأحسن حالاتك وتحتاج أن تتعرف على هذه الأوقات وتضبط نفسك على أن تستخدمها من أجل أداء أهم وأصعب مهماتك وأغلب الأشخاص يكونون بأفضل حالاتهم في أوقات الصباح بعد ليلة نوم هانئة وبعض الأشخاص يكونون أفضل في فترات بعد الظهر والقليل من الناس يكونون أكثر إبداعاً وإنتاجاً في المساء أو في وقت متأخر من الليل إن السبب الرئيسي للمماطلة هو التعب أو محاولة البدء بالمهمة عندما تكون منهكاً حيث لا طاقة لديك ولا حماس مثل المحرك البارد في الصباح لا تستطيع أن تجبر نفسك على البدء عندما تشعر أنك منهكاً جداً وأنك غارق جداً بأداء الكثير من الأشياء بوقت قليل جداً أوقف نفسك وقل فقط كل ما أستطيع فعله هو كل ما أستطيع فعله وأفضل استغلال لوقتك في بعض الأحيان هو أن تذهب للمنزل مبكراً وأن تذهب للفراش وتنام عشر ساعات متواصلة ويمكن أن يشحنك هذا تماماً ويمكنك من أن تؤدي في اليوم التالي مرتين أو ثلاثة مرات أو ثلاث مرات أفضل وبجودة أعلى مع استمرارك بالعمل طوال الليل وقد أفاد كثير من الباحثين بأن المواطن العادي لا يحصل على ساعات نوم كافية بالنسبة إلى العمل الذي يؤديه أو تؤديه والملايين يعانون من اختلالات عقلية نتيجة لعملهم الكثير وساعات نومهم القليلة وإن من أذكى الأشياء التي عليك فعلها هو أن تقفل جهاز التلفزيون وأن تذهب إلى فراش في الساعة العاشرة مساء كل ليلة خلال أسبوع وفي بعض الأحيان فإن ساعة النوم الزائدة كل ليلة يمكن أن تغير من حياتك الداخلية وهناك قاعدة لك اجعل يوما واحدا خاليا تماما كل أسبوع وخلال هذا اليوم إما أن يكون يوم السبت أو الأحد ارفض تماما القراءة والمراسلة الواضحة وابتعد تماما عن الأشياء المتعلقة بعمل المكتب أو أن تفعل أي شيء يشغل عقلك وعوضا عن هذا اذهب إلى السينما أدي تاميرنات رياضية أو أمضي وقتا وقتك مع أفراد عائلتك أو اذهب في نزه أو انخرض في أي نشاط يسمح لعقلك بأن يعيد شحن نفسه تماما ومن الصحة أن يقال إن التغيير مفيد مثل الراحة خذ إجازات منتظمة كل سنة سواء عضلات نهاية الأسبوع الطويلة أم استراحات لمدة أسبوع أو أسبوعين لترتاح وتتجدد وستكون دوما أفضل إنتاجا بعد عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازة إن الذهاب إلى الفراش مبكرا خمس ليالي في الأسبوع والنوم في عطلة نهاية الأسبوع وأخذ يوم كامل كل الأسبوع سوف يعطيك بالتأكيد طاقة أو فر وهذه الطاقة الإضافية ستمكنك من التغلب على المماطلة والبدء في مهامك الرئيسية بشكل أسرع وبحلول أكبر مما لو كنت منهكا بالإضافة إلى ذلك ومن أجل أن تكون مستويات طاقة لديك في أقصاها كن حذرا تجاه ما تأكل ابدأ نهارك بنسبة بروتين عالية ودهن قليل والقليل من كربوهايدرات في الطعام في طعام الفطور وتناول السلطات مع السمك أو الدجاج في طعام الغراء وتحاشى السكر والملح ومنتجات التقيق الأبيض والحلويات وتحاشى المشروبات السريعة وقاطع الحلوى والمعجنات غذي نفسك وكأنك ستغذي رياضيا عالميا قبل المنافسة لأنه في كثير من الحالات هذا هو ما أنت عليه قبل البدء بالعمل كل يوم وبالغيذاء اليسير والصحي وأداء التميرنات بانتظام والخلود إلى الراحة كثيرا سوف تتمكن من أداء العمل بشكل أفضل وأسهل وبرضاء عن الذات أكبر منذ قبل وكلما شعرت أفضل عند البدء بالعمل ما طلت بشكل أقل وتحمست أكثر لأداء العمل والوصول إلى المهمات الأخرى إن مستويات الطاقة العالية لا بد منها من أجل مستويات عالية من الإنتاج ومن أجل سعادة أكبر ونجاح أعظم في كل شيء تؤديه الخلاصة حلل مستويات الطاقة الحالية لديك وعاداتك الصحية اليومية قرر اليوم تحسين مستويات الصحة والطاقة لديك عن طريق طرح الأسئلة التالية واحد ما هي الأشياء الجسدية التي أفعلها وعلي أن أزيد عليها ثاني ما هي الأشياء التي علي أن أقلل منها ثلاثة ما هي الأشياء التي لا أفعلها وعلي أن أبدأ العمل بها لأنجز أفضل أدائي أربعة ما هو الشيء الذي أفعله اليوم والذي لا يؤثر في صحتي وعلي أن أتوقف عن فعله ومهما كانت الإجابات عن هذه الأسئلة ابدأ العمل اليوم الطريقة الخامسة عشر حفز نفسك للعمل يقول أنطوني دوساند إكسبري في المتعة المفروضة للمغامرة وإحراز النصر وفي العمل المبدع يجد الإنسان أقصى المتعة عندما تؤدي عملا على النحو الأفضل لا بد أن تلاقي استحسانا شخصيا خاصا بك وعليك أن تطور عادة تدريب وتشجيع نفسك لتلعب في قمة لعبك 95% من عواطفك سواء كانت إيجابية أم سلبية صممت على أساس التحدث مع النفس دقيقة بدقيقة وليس حول ما يحدث لك لكن بالطريقة التي تترجم بها الأشياء التي تحدث لك تحدد شعورك إنها رؤياك للأحداث التي تحدد بشكل واسع فيما إذا كانت تحفزك أم تحبطك وهل تبعث فيك الهمة أم تثبتها ولكي تبقي نفسك متحمسا عليك أن تكون متفائلا تماما ويجب أن تصمم على الاستجابة بشكل إيجابي إلى الكلمات والأفعال وردود أفعال الأشخاص والمواقف من حولك ويجب أن ترفض بأن تؤثر صعوبات ومعوقات الحياة اليومية في أفراحك وعواطفك إن مستوى تقديرك الذاتي لنفسك وكيف تحبها وتحترمها هو مركز مستويات تحفزك وإصرارك عليك أن تحادث نفسك بشكل إيجابي طوال اليوم لتدعم تقديرك الذاتي قل أشياء مثل أنا أحب نفسي أنا أحب نفسي مرات ومرات إلى أن تبدأ بالاعتقاد بما تقوله وتتصرفه كشخص ذي أداء عالي ولكي تبقى متحفزا ومتغلبا على مشاعر الشك أو الخوف أخبر نفسك باستمرار أستطيع القيامة بذلك أستطيع القيامة بذلك وعندما يسألك الناس عن أحوالك أخبرهم دوما أشعر بالروعة لا يهم ما تشعر به حقيقة في هذه اللحظة أو ما يحدث لك في حياتك قرر بأن تبقى مرحا ومتفائلا ومستبشرا وما يقال إنه لا يحسن أن تشارك الآخرين مشكلاتك أبدا لأن 8% من الأشخاص لا يهتمون بمشاكلك على أي حال والعشرين بالمئة الآخرين يهتمون بنوع السرور الذي تدخله على أنفسهم بالدرجة الأولى وفي دراسة تلو أخرى يقرر علماء النفس بأن التفاؤل هو من أهم الخصائص التي عليك تطويرها من أجل النجاح الشخصي والمهني ومن أجل السعادة ويبدو أن للمتفائلين ثلاثة تصرفات خاصة من الممكن تعلمها عن طريق الممارسة والتكرار أولا يبحث المتفائلون عن الشيء الجيد في كل موقف ولا يهمهم إذا جرت الأمور بشكل خاطئ فهم دوما يبحثون عن شيء ما جيد ونافع وليس بمستغرب أنهم دوما يجدونه على ما يبدو ثانيا يتلمس المتفائلون دوما العبرة القيمة في كل تأخير يعوق أو موقف صعب ويعتقدون بأن لا تأتي الصعوبات للإعاقة بل من أجل التأسيس ويعتقدون بأن كل تأخير أو تعويق يحوي درسا ثمينا يتعلمون منه وينطلقون منه ويصممون على إيجاده ثالثا يفتش المتفائلون دوما عن حل لكل مشكلة وعوضا عن اللوم أو الشكوى عندما تجري الأمور بشكل خاطئ نراهم يتوجهون الوجهة الصحيحة ويسألون أسئلة مثل ما هو الحل ماذا علينا أن نفعل وما هي الخطوة التالية بالإضافة إلى ذلك فإن الناس المتفائلين عادة إيجابيون ويفكرون بمرح ويتحدثون باستمرار عن أهدافهم فهم يفكرون ويتحدثون حول المستقبل وإلى أين سيتوجهون أكثر من الحديث عن الماضي ومن أين جاءوا فهم يتطلعون دائما إلى الأمام أكثر من النظر إلى الخلف وعندما توضح أهدافك وأغراضك باستمرار وتحدث نفسك بطريقة إيجابية سوف تشعر بتركيز وهمة أكبر وستكون أكثر ثقة بالنفس أكثر ثقة بالنفس وأكثر إبداعا وستختبر إحساسا أعظم في السيطرة والقوة الشخصية وكلما شعرت بأنك أكثر إيجابية وتحفزا تحمست للبدء وازددت تصميما على الاستمرار والتقدم الخلاصة اضبط أفكارك وتذكر بأنك ستصبح ما تفكر فيه أغلب الأوقات وتأكد من أنك تفكر وتتكلم حول الأشياء التي تريدها أكثر من الأشياء التي لا تريدها أبقي تفكيرك إيجابيا يتقبل المسؤولية كاملة عن نفسك في أي شيء يحدث لك وارفض أن تنتقذ أو تلوم الآخرين حول أي شيء وقرر أن تتقدم أكثر من تقديم الاعتذارات واجعل أفكارك وطاقتك مركزتين نحو المستقبل على الدوام على الأشياء التي تود فعلها لتحسين نفسك ودع الباقي يذهب الطريقة السادسة عشر مارس التأجيل الإيجابي يقول بورد روم لبورتز خصص وقتا لأداء المهمات الكبيرة كل يوم وضع خطة لمهمات العمل اليومية مقدما واستفرد بالأعمال الصغيرة القليلة التي تستطيع أداءها مباشرة في الصباح بعدها اتجه مباشرة إلى الأهداف الكبيرة وتابعها إلى أن تنتهي إن المماطلة الإيجابية هي من أكثر الأساليب إنجازاً على الصعيد الشخصي وتأثيراً ويمكنها أن تغير حياتك والحقيقة هي أنك لا تستطيع أداء كل شيء تود فعله وعلينا أن نؤجل شيئاً ما أجل أكل الضفادع الأصغر والأقل كل الضفادع الأكبر والأبشع قبل أي شيء آخر ويحدد الفرق بين ذوي الإنجاز العالي وذوي الإنجاز المخفض عن طريق اختيارهم ما يماطلون به وطالما أنك ستماطل في أي حال من الأحوال قرر اليوم أن تماطل في النشاطات ذات القيمة المنخفضة قرر أن تماطل وأن تخرج وأن تحيل وتحذف النشاطات التي لا تساهم بشكل كبير في حياتك على أي حال وتخلص من الضفادعات وركز على الضفادع وها هي النقطة الرئيسية كيف تبدأ أولويات مناسبة عليك أن تحدد ما يتلوها تماماً إن الشيء الأولي هو شيء ما تفعله كثيراً وحالاً بينما التعقيب هو شيء ما تفعله بشكل أقل ومتأخر وربما كله قاعدة بإمكانك أن تسيطر على وقتك وعلى حياتك فقط حين تتوقف عن أداء النشاطات ذات القيمة المنخفضة إن من أقوى الكلمات في إدارة الوقت هي كلمة لا قل لا إلى أي شيء ليس له قيمة عالية في وقتك وفي حياتك قلها مبكراً وقلها أغلب الأوقات والحقيقة هي أنه لا يوجد لديك وقت فراغ وكما قلنا إن بطاقة الرقص ممتلئة وبالنسبة لك فإن أداء شيء ما جديد يعني أن تنهي أو توقف أداء شيء ما قديم إن الدخول يتطلب الخروج والاستئناف يعني الانتقاص والمماطلة الإيجابية هي الإقرار باهتمام وتروي بالأشياء التي لن تفعلها تماماً بشكل صحيح الآن وعلى الدواء وينهمك معظم الناس في المماطلة اللواعية فهم يماطلون بلا تفكير حولها ونتيجة لذلك فهم يماطلون بالمهمات الكبيرة والصعبة والقيمة والتي لها نتائج هامة على المدى الطويل في حياتهم وفي سيرتهم المهنية وعليك أن تتحاشى هذا الاتجاه الشائع مهما كلفك الأمر وعملك هو أن تماطل بتروي في المهمات ذات القيمة الضئيلة بشكل يجعلك تمضي وقتاً أكثر على المهمات التي تغير حياتك وعملك حقيقة أعج النظر باستمرار بواجباتك ومسؤولياتك لتتعرف على الواجبات ذات الوقت المستهلك وعلى النشاطات التي يمكن أن تتجنبها من دون خسائر حقيقية وهذه هي مسؤوليتك المستمرة التي لن تنتهي أبداً على سبيل المثال عندما كان صديق لي عازباً كان وقتها مولعاً بلعب الغولف كان يلعب الغولف من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لمدة ثلاث أو أربع ساعات في كل مرة وبعد مضي سنوات بدأ يعمل وتزوج وأصبح لديه طفل لكنه ما زال يلعب الغولف من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع إلى أن اكتشف أخيراً بأن إضاعة وقته على تمرين الغولف يسبب له ضغطاً هائلاً في المنزل وفي المكتب واستطاع أن يسترجع حياته ويسيطر عليها فقط عن طريق هجر معظم ألعاب الغولف أعد النظر في نشاطاتك خارج المكتب لتقرر أي نشاطات هي غير المهمة أوقف مشاهدة التلفاز وامضي وقتك أعد النظر في نشاطاتك خارج المكتب لتقرر أي نشاطات هي غير المهمة أوقف مشاهدة التلفاز وامضي وقتك المدخر مع عائلتك أو بالقراءة أو التمرين أو أداء أي شيء يعزز حياتك انظر إلى نشاطاتك في العمل وتعرف على المهمات التي يمكنك حذفها لتحرير وقت أكبر للعمل الذي ينتج حقيقة ابدأ اليوم بممارسة مماطلة إيجابية بأن تقرر التعقبات في كل مكان وزمان وهذا القرار وحده كاف بأن يغير حياتك الخلاصة مارس التفكير من نقطة الصفر في كل جزء من حياتك واسأل نفسك باستمرار إذا لم أفعل هذا الآن ولم أعرف ما أعرفه الآن هل من الممكن أن أحصل عليه ثانية اليوم افحص كل نشاط من نشاطاتك الشخصية ونشاطات العمل واجعل تقييمك لها يستنج على وضعك اليوم فإذا كانت شيئا لا يستطاع البدء به اليوم مع معرفة ما تعرفه الآن فهي منشحة في الدرجة الأولى بشكل رئيس للتسيب أو للمماطلة الإيجابية الطريقة السابعة عشر أدي المهمة الأكثر صعوبة أولا يقول سير توماس فول بيكسون كلما كنت على قيد الحياة تأكدت بأن الاختلاف الكبير بين الرجال بين الضعيف منهم والقوي بين العظيم منهم والتافي هو الطاقة التصميم الخفي غرض ثابت واحد وبعدها إما الموت أو النصر إن من أهم الأساليب للتغلب على المواطلة وإنجاز أشياء أكثر وبسرعة أكبر هو أن تبدأ العمل بأداء المهمة الأكثر صعوبة أولا وهذا حقا أكل ضفدعتك وهو الأصعب وحتى الأهم من جميع مهارات الأدوات أو الإدارة الشخصية وتنمي هذه العادة بالخطوات التالية في نهاية عملك اليومي أو في نهاية الأسبوع اكتب قائمة بكل شيء تود فعله في اليوم التالي أعد النظر في هذه القائمة مستخدما طريقة ألف با جيم دالها بالاشتراك مع قاعدة ثمانين عشرين اختر أهم مهمة لديك ألف واحد العمل الذي له أهم النتائج الجدية الرئيسية فيما إذا أنجزته أو إذا تركته غير منجز جمع كل شيء تحتاجه لتبدأ وتنهي هذا العمل وضعه خارجا وكن مستعدا لتبدأ العمل في الصباح رتب مكان العمل تماما بحيث تكون المهمة الأكثر أهمية مثل الضفتعة الكبيرة جالسة على مكتبك تنتظرك في الصباح ألزم نفسك بالاستيقاظ والاستعداد وبعدها بالمشي والجلوس والبدء بأصعب مهامك من غير انقطاع قبل أن تفعل أي شيء آخر افعل هذا كل يوم ولمدة واحد وعشرين يوما إلى أن تصبح عادة وبهذا الانضباط سوف يتضاعف إنتاجك فعليا بأقل من شهر ابدأ الشيء الأول في الصباح بالمهمة الأهم والأكبر بعكس ما يفعله أغلب الناس وسيقضي هذا الانضباط على عادة المماطلة ويضع مستقبلك بحق بين يديك البدء بأكثر الأعمال صعوبة أو بجزء من العمل يعطيك بداية قفزة لنهارك ونتيجة لذلك سوف تصبح أكثر طاقة وإنتاجا مما كنت وفي الأيام التي تنخرط فيها مباشرة بالعمل الأساسي سوف تشعر بشكل أفضل حيال نفسك وعملك أكثر من أي يوم آخر وتشعر شخصيا بأنك أكثر قوة وأكثر فعالية وأكثر سيطرة وأكثر إحساسا بالمسؤولية في حياتك من أي وقت وضع طور عادة أدائك المهمات الأكثر صعوبة أولا ولن تنظر بعدها إلى الوراء أبدا وسوف تصبح من أكثر الناس إنتاجا في جيلك الخلاصة انظر إلى نفسك وكأنك أنجزت العمل مقدما وكرس نفسك لتطوير عادات ذات إنتاج عال عن طريق ممارستها باستمرار إلى أن تصبح آلية وسهلة ومن أهم العادات القوية التي عليك تعلمها وتطبيقها هي فقط من أجل هذا اليوم ولا تقلق حيال تغير نفسك من أجل حياتك كلها وإذا بدت أنها فكرة جيدة افعلها فقط من أجل اليوم قل لنفسك فقط من أجل اليوم سوف أخطط وأحضر وأبدأ بأصعب واجباتي قبل أن أفعل أي شيء آخر وستكون مدهوشا للفرق الذي أحدثته في حياتك الطريقة الثامنة عشر جزء وقطع المهمة يقول أورثون سويت مارون إن بداية العادة تشبه خيطا غير مرئي لكن في كل مرة نكرر فيها الفعل نقوي الحبل المتين ونضيفه إلى باقي الأسلاك إلى أن يصبح حبلا غليظا كبيرا يشدنا قطعيا بلا رجعة بالفكر والعمل إن السبب الرئيس للمماطلة في المهمات الكبيرة والمهمة هو أنها تبدو واسعة هائلة عندما تقترب منها لأول مرة أحد الأساليب التي تستطيع استعمالها لتقطيع مهمة كبيرة إلى أجزاء إن هي طريقة جزء الطاجين في أداء العمل وبهذه الطريقة تضع أمامك المهمة بالتفصيل ثم تحدد جزءا واحدا فقط من العمل ولمدة من الزمن مثل أكل لفافة الطاجين جزءا واحدا في كل مرة أو مثل أكل ضفدعة قطعة واحدة كل مرة نفسيا ستجد أن أداءها أسهل بكثير بشكل منفرد قطعة صغيرة من مشروع كبير أسهل من البدء بالعمل كاملا وفي أغلب الأحيان عندما تبدأ وتنهي جزءا منفرد من العمل سوف تشعر وكأنك أديت أكثر من جزء وحالا سوف تجد نفسك تعمل خلال العمل جزءا واحدا في كل مرة وقبل أن تعرف هذا تكون قد أنهيت العمل والنقطة المهمة التي عليك تذكرها هي أنك ستتعمق بتعجيل النهاية أو ما يشار إليه غالبا بالاضطرار إلى الإنجاز وهذا يعني أنك تشعر فعليا بأنك أكثر سعادة وأكثر قوة عندما تبدأ وتنهي المهمة من أي نوع كانت فأنت ترضي عقلك اللواعي بعمق وتحتاج أن تنهي العمل أو المشروع وشعور الإنهاء أو الإغلاق يحفزك لتبدأ المهمة التالية أو المشروع التالي ويدفعك تجاه الإنهاء الكلي وإنهاءك هذا يدفعك لأن تحرر الأندروفين في دماغك كما أشرنا سابقا وكلما كانت المهمة التي تبدأ بها وتنهيها كبيرة شعرت بالرضا والراحة وكلما كانت الضفتعة التي ستأكلها كبيرة كانت كمية القوة الشخصية والطاقة التي ستجربها أكبر عندما تبدأ وتنهي قطعة صغيرة من المهمة سوف تشعر بالتحفز لأن تبدأ وتنهي جزءا آخر وبعده آخر وهكذا وكل خطوة صغيرة إلى الأمام تحمسك سوف تنمي قيادة داخلية تحفزك لأن تتحامل على نفسك إلى النهاية وهذا الإنهاء يعطيك شعورا عظيما بالغبطة والرضا المتواجدين في أي نجاح وهناك أسلوب آخر تستطيع أن تستخدمه من أجل الاستمرار هو ما يدعى بطريقة الجبنة السويسرية في العمل وتستخدم هذا الإسلوب عندما تضبط حركتك عن طريق تعيين ثقب وسط المهمة مثل الثقب الموجود في كتلة الجبنة السويسرية وتعتمد طريقة الجبنة السويسرية في المهمة عندما يتعين عليك أن تعمل بزمن محدد فيها ويمكن أن يكون الوقت ضئيلا من 5 إلى 10 دقائق بعدها تتوقف وتفعل شيئا آخر وسوف تأخذ عضة واحدة من ضفدعتك وتستريح لتؤدي شيئا آخر وقوة هذه الطريقة هي شبيهة بطريقة جزء الطاجين وحالما تبدأ العمل ستنمي شعورا بالتقدم والاندفاع والإنجاز وسوف تصبح متحمسا ومنفعلا وسوف تشعر بالتحفز الداخلي وتندفع للاستمرار إلى أن تنهي المهمة يجب أن تجرب طريقة جزء الطاجين أو طريقة الجبنة السويسرية في أي مهمة تبدو أنها ستغلبك عندما تقترب من هذه أول مرة وستندهش كم ستساعدك هذه الأساليب في التغلب على المماطلة ولدي عدة أصدقاء أصبحوا من أفضل الأدباء مبيعا للكتب وببساطة عن طريق تحديد كتابة صفحة واحدة أو حتى مقطع واحد كل يوم إلى أن ينتهي الكتاب وتستطيع أن تفعل أنت الشيء نفسه الخلاصة ضع هذه الأساليب قيد التنفيذ مباشرة خذ عملا متعدد المهام وكبيرا ومعقدا كنت تؤجله وابدأ به إما بطريقة جزء الطاجين أو الجبنة السويسرية والميزة الشائعة لدى الناس الناجحين والسعداء هي أنهم يوجهون أعمالهم عندما يسمعون فكرة جيدة ينفذونها فورا ليروا إذا كان بالإمكان أن تساعدهم لا تهمل ذلك جرب هذا اليوم الطريقة التاسعة عشر يقول نيدو كوبين ما من شيء يمكن أن يضيف قوة أكبر إلى حياتك من تركيز طاقاتك على مجموعة محددة من المهام تتطلب استراتيجية خلق فترات طويلة من الوقت أن تلتزم بالعمل في أوقات مبرمجة في مهام كبيرة وتتطلب أغلب أعمالك الهامة فترات طويلة من الوقت المستمر لإنهائها إن مقدرتك على الكسب والخلق بالجهد المتواصل لهذه الكتل العالية القيمة وذات الوقع العالي للإنتاج هي مركزية بالنسبة لقدرتك على خلق إسهام هام في عملك وفي حياتك ويخصص البائعون الناجحون فترة زمانية محددة كل يوم ليتكلموا بالهاتف مع زبائنهم وعوضا عن المماطلة أو إهمال المهمة التي لا يحبونها خصوصا فهم يحددون إجراء مكالمة هاتفية لمدة ساعة تامة بين العاشرة والحادية عاشرة قبل الظهر على سبيل المثال وبعدها يلزمون أنفسهم بإتمامه ما بدأوا به بعزيمة ثابتة وكثير من المدراء العمل يخصصون وقتا محددا كل يوم لإجراء مكالمة هاتفية مع زبائنهم مباشرة من أجل الحصول على عائد وبعض الناس يخصصون فترات محددة من 30 إلى 60 دقيقة كل يوم لإجراء تمارين رياضية ويقرأ كثير من الناس كتبا عظيمة ولمدة 15 دقيقة مساء قبل أن يأووا إلى الفراش وبهذه الطريقة ومع مضي الوقت سيقرؤون نتيجة لذلك عشرات من أفضل الكتب التي كتبت على الإطلاق إن مفتاح نجاح هذه الطريقة في العمل في أجزاء مخصصة من الوقت هي في التخطيط ليومك مقدما وبشكل خاص برمجت فترة ثابتة من الوقت لأداء مهمة أو نشاط خاص عليك أن تجعل مواعيد عملك مع نفسك وبعدها تلزم نفسك بالاستمرار فيها وعليك أن تدع جانبا أجزاء من الوقت بين 30 إلى 60 أو 90 دقيقة تستعملها للعمل وإنهاء المهمات ذات الأهمية ويبرمج أغلب الناس من ذوي الإنتاج العالي نشاطات خاصة لأدائها بأجزاء من الوقت مخططة مسبقا على طول النهار ويبني هؤلاء الناس حياتهم في عملهم عن طريق إنجاز مهمة رئيسية واحدة كل مرة ونتيجة لذلك يصبحون أكثر وأكثر إنتاجا ويقدمون حصيلة هذا ضعفين أو ثلاثة أضعاف أو خمسة أضعاف من العمل أكثر مما ينتجه الشخص العادي إن تخطيط الوقت بحيث تقسمه خلال النهار إلى ساعة ودقيقة وتنظمها مقدما سيجعل في حوزتك أكبر أدوات الإنتاج الشخصية القوية على الإطلاق وهذا سيمكنك من أن ترى أين يمكن أن تقوي وتخلق كتلا من الوقت من أجل العمل المركز وخلال وقت العمل هذا عليك أن تغلق جهاز التلفاز وأن تزيل كل المشاغل وأن تعمل بلا توقف وإحدى أهم العداث على الإطلاق هو أن تستيقظ باكرا وأن تعمل في المنزل في الصباح ولعدة ساعات ويمكن أن تنجز في المنزل عملا يفوق العمل في المكتب المشغول بثلاث مرات حيث تكون في المكتب محاطا بالناس وتنهال عليك المكالمات الهاتفية وعندما تسافر في رحلة عمل بالطائرة يمكنك أن تحلق بمكتبك في الطائرة عن طريق التخطيط لعملك تماما قبل المغادرة وعندما تقلك الطائرة يمكنك أن تعمل بلا توقف في الطيران الداخلي وستدهش بكمية العمل التي تنجزها عندما تعمل بثبات في الطائرة وبلا انقطاعات وإحدى مفاتيح الإنجاز والإنتاج ذات المستويات العالية هي أن تجعل كل دقيقة من وقتك محسوبة عليك استخدم أوقات السفر والترانزيت وهذا ما يدعى هدايا الوقت من أجل إنهاء أجزاء صغيرة لمهام كبيرة وتذكر بأن الأهرامات بنيت كثلة واحدة في كل مرة وتبنى الحياة العظيمة والسيرة المهنية العظيمة عن طريق أداء مهمة واحدة وغالبا جزء واحد من المهمة في كل مرة وعملك في إدارة الوقت هو أن تنظم بتروي وإبداع فترات مركزة من الوقت تحتاجها لأداء مفاتيح عملك بشكل جيد وفي الوقت المحدد الخلاصة فكر باستمرار بطرق مختلفة يمكن أن تحفظ وتجدول وترسخ أجزاء كبيرة من وقتك استغل هذا الوقت لتعمل في مهام قيمة ذات نتائج هامة على المدى الطويل ضع حسابا لكل دقيقة وعمل بثبات واستمر بلا توقف ولا انقطاع عن طريق التخطيط والتحضير لعملك مقدم وأهم من كل هذا أركز على أهم النتائج التي أنت مسؤول عنها الطريقة العشرون طور إحساسك بالطوارئ يقول نابليون هيل لا تنتظر لن يستمر الوقت أبدا لصالحك ابدأ حيث تقف وعمل بشتى الأدوات التي في متناول يديك وستحصل على أدوات أفضل فيما إذا مضيت قدما من المحتمل أن تكون أهم خاصة مماثلة ظاهريا للإنجاز العالي للرجل أو المرأة هي توجيه العمل يأخذ الناس ذو الإنتاج العالي وقتا للتفكير والتخطيط والترتيب وترتيب الأولويات بعدها يندفعون بسرعة وبقوة انتجاه أهدافهم فهم يعملون بثبات وسلاسة واستمرارية ويبدو أنهم يذهبون لأداء كميات هائلة من الأعمال في الوقت نفسه الذي يمضيه الشخص العادي في علاقاته الاجتماعية مضيعا وقته بعمل نشاطات ذات قيمة منخفضة عندما تعمل بمهام ذات قيمة عالية وبمستوى عال ومستمر من النشاط يمكن أن تدخل فعليا بحالة عقلية منهشة تدعى تدفق وعلى أغلب وعلى الأغلب فإن كل شخص سيجرب هذا في وقت ما وبالفعل فإن الناجحين هم الذين يقتحمون أنفسهم أو يقحمون أنفسهم في هذه الحالة أكثر من الناس العاديين وفي حالة الانسياب التي هي أعلى حالة إنسانية أحل أعلى حالة إنسانية في الإنجاز والإنتاج يحدث على الأغلب شيء ما عجوبي لعقلك ولعواطفك سوف تشعر بالزهو والوضوح وكل شيء تفعله يبدو سهلا ودقيقا وستشعر بالسعادة وبالطاقة وستشعر بإحساس عظيم بالهدوء والفعالية الشخصية وفي حالة الانسياب ومن خلال قرون من التعرف والكلام سوف تعمل فعليا في مستوى عال من الوضوح والإبداع والمنافسة فأنت أكثر حساسية وحذرا إن فراستك وبصيرتك ستعملان بإحكام لا يصدق سوف ترى الصلة الداخلية للناس والظروف فيما حولك وفي بعض الأحيان ستبدع أفكارا رائعة ورؤى تمكنك من التحرك إلى الأمام وبسرعة كبيرة إحدى الطرق التي يمكن أن تستنفر حالة التدفق هي عن طريق تطوير الإحساس بالطوارئ وهي القيادة والرغبة الداخلية للمشروع بالعمل بسرعة وإنجازه بسرعة وهذه القيادة الداخلية هي عدم الصبر الذي يحركك للاستمرار والاستمرار إن الإحساس بالعجلة بالطوارئ يحفزك كثيرا وكأنك تتسابق مع نفسك وبهذا الإحساس المتعصل بالطوارئ تنمي توجها نحو العمل فأنت تشرح بالعمل أكثر من الحديث باستمرار حول ما ستفعله وتركز على خطوات خاصة تأخذها مباشرة وتركز على الأشياء التي تفعلها بشكل صحيح الآن لتحصل على النتائج التي تريدها وتنجز الأهداف التي ترغب بها ويبدو أن الإقاع السريع يترافق خطوة بخطوة مع كل نجاح عظيم ويتطلب تطور هذه السرعة بأن تبدأ بالحركة وتستمر بالنسبة ثابتة عندما تصبح شخصا يوجه العمل فإنك تفعل مبدأ قوة الاندفاع نحو النجاح يقول هذا المبدأ إنه على الرغم من أنك تستهلك كميات هائلة من الطاقة للتغلب على التبلد والاستمرار أصلا فإنك ستحتاج طاقة أقل للاستمرار والأخبار السارة هي أنه كلما تحركت أسرع ستحصل على طاقة أكبر وكلما تسرع في الحركة ستنجز أكثر وستشعر بأنك أكثر فاعلية وكلما تحركت بسرعة ازدادت خبرتك وتعلمك وكلما تحركت بسرعة تصبح أكثر كفاءة وقدرة في مجال عملك إن الإحساس بالعجلة يحركك آليا إلى الطريق السريع في سيرتك المهنية وكلما عملت بشكل أسرع وأنجزت أكثر سترتفع مستويات التقدير الذاتي لديك والاحترام الذاتي والاعتزاز بالنفس ومن أبسط الطرق بل أقواها من أجل أن تبدأ هي أن تردد هذه الكلمات أفعلها الآن أفعلها الآن أفعلها الآن مرات ومرات لنفسك إذا شعرت بالتباطئ في نفسك أو أنك مشغول بالمحادثات أو النشاطات ذات القيمة المنخفضة كرر لنفسك هذه الكلمات عد إلى العمل عد إلى العمل عد إلى العمل مرات ومرات وفي التحليل النهائي لا شيء سيساعدك أكثر في سيرتك المهنية من الحصول على السمعة بأنك ذلك النوع من الأشخاص الذين ينجزون أعمالا هامة بسرعة وجودة وستجعلك هذه السمعة من أكثر الأشخاص قيمة واحتراما في مجالك الخلاصة قرر اليوم بأن تطور الإحساس بالعجلة في كل ما تقوم به اختر مجالا ما تميل فيه للمماطلة واتخذ قرارا بأن تطور عادة العمل السريع في هذا المجال عندما ترى فرصة ما أو مشكلة ما باشر بالعمل فورا وعندما تلقي على عاتقك مهمة ما أو مسؤولية ما ابدأ بتنفيذها بسرعة وأعد تقاريرها بسرعة تحرك بسرعة في كل المجالات الهامة في حياتك وستدهش كيف ستشعر أنك أحسن حالا وأحسن أداء الطريقة الحادية والعشرون استفرد بإدارة كل مهمة على حدة يقول جيمس ألين وفي هذا يكمل السر القوة الحقيقية تعلم بمصادرك المباشرة كيف توفر مصادرك وتركزها في أي لحظة سانحة حول نقطة سانحة كل قطعة من التخطيط وترتيب الأولويات والتنظيم تأتي من هذا المبدأ البسيط إن قدرتك على اختيار أهم واجباتك أن تبدأ بها وبعدها تركز عليها بعقلية منفردة إلى أن تنتهي هي المفتاح لمستويات عالية من الإنجاز والإنتاج شخصي وكل إنتاج عظيم للبشرية يسبقه فترة طويلة وشاقة وعمل مركز إلى أن ينجز العمل تتطلب إدارة كل مهمة على حدة أنه حال ما تبدأ بالمهمة عليك أن تستمر بها بالانقطاع والانشغال إلى أن ينجز العمل مئة في المئة وعليك أن تستعجل نفسك باستمرار عن طريق تكرار كلمات عد إلى العمل مرات ومرات كلما تعرضت لإغراء التوقف أو أداء شيء آخر وبالتركيز العقلي المنفرد على أهم مهامك يمكن أن تقلل من الوقت المطلوب لإنجازه بحوالي 50% أو أكثر وتشير التقديرات بأن الرغبة بالبدء في إيقاف المهمة والصعود بها ثم العودة إليها يمكن أن يزيد من الوقت الضروري لإنهائها أكثر من 500% وفي كل مرة تعود بها إلى مهمتك عليك أن تدل نفسك أين كنت وأين وقفت وماذا بقي عليك أداءه يجب عليك أن تتغلب على التبلد وأن تستمر ثانية وأن تنمي قوة الاندفاع وتدخل في إيقاع العمل الإنتاجي لكن عندما تحضر تماما وبعدها تبدأ رافضا التوقف أو تنحي جانبا إلى أن ينتهي العمل فأنت تنمي الطاقة والحماسة والإثارة سوف تكون أفضل وأفضل وأكثر إنتاجا وستعمل بشكل أسرع وفعالية أكبر والحقيقة هي أنه عندما تحدد المهمة رقم واحد فإن أي شيء آخر تفعله غيرها هو مضيعة للوقت وأي نشاط آخر ليس ذا قيمة وليس بأهمية هذا العمل يستند إلى أولوياتك الخاصة وكلما ألزنت نفسك بالعمل دون توقف عند مهمة منفردة تقدمت إلى الأمام وسوف أحصل على عمل منجز بخصائص عالية في وقت أقل أكثر بكثير وفي كل وقت تتوقف فيها عن العمل في بعض الأحيان سوف تحطم هذه الدائرة وترجع إلى الخلف في المنعطف حيث يصبح كل جزء من المهمة أكثر صعوبة ويدركك الوقت ويعرف ألبريت هابارد الإنضباط النفسي بأنه المقدرة على أن تجعل نفسك تفعل ما يجب عليها أن تفعله ومتى يجب عليها أن تفعله سواء أحبته أم لا وفي التحليل النهائي يتطلب النجاح في أي مجال مظاهر الإنضباط إن الإنضباط الذاتي والقيادة الذاتية والسيطرة على الذات هي كتل بناء ضرورية للشخصية والإنجاز العالي إن البدء بمهمة ذات أولوية عالية والاستمرار بهذه المهمة إلى أن تنتهي بمقدار مئة في المئة هو اختبار صادق لشخصيتك وقوة إرادتك وعزيمتك إن المتابعة هي ضبط النفس فعليا في العمل والأخبار السارة هي أنه كلما ألزمت نفسك بمتابعة المهمة الرئيسية أحببت واحترمت نفسك ازداد تقديرك الذاتي وكلما أحببت واحترمت نفسك سهل عليك أن تلزم نفسك بالمتابعة أكثر وبالتركيز بوضوح على أهم واجباتك القيمة وبالتركيز العقلي المنفرد عليها إلى أن تنتهي مئة في المئة فإنك تشكل وتقولب شخصيتك الخاصة سوف تصبح إنسانا متفوقا ستصبح شخصا أقوى وأكثر كفاءة وأكثر سعادة وسوف تشعر بأنك أكثر قوة وإنتاجا ونتيجة لذلك ستشعر أنك قادر على ترتيب وإنجاز أي هدف وسوف تصبح المسيطر على قدرتك الخاصة وستضع نفسك بحركة لولبية متصاعدة في الفعالية الشخصية والتي ستجعل مستقبلك مؤمن تماما والمفتاح لكل هذا هو في تحديد أهم الأشياء قيمة والتي يمكن أن تؤديها في كل لحظة منفردة وبعدها ابدأ بالمهم ولو كان صعبا الخلاصة قم بالعمل قرر اليوم بأن تختار أهم مهمة أو مشروع يمكنك إنهاؤه وبعدها اندفع نحوه مباشرة وحالما تبدأ بأهم مهامك ألزم نفسك بالموضبة عليها بلا انقطاع أو انشغال إلى أن تنتهي مئة في المئة وتطلع إليها وكأنها اختبار لتحديد فيما إذا كنت ذلك النوع من الأشخاص الذين يتخذون قرارا لإنهاء شيء ما ويتحملون مسؤوليته وحالما تبدأ أرفض أن تتوقف إلى أن ينتهي العمل النتيجة ضع جميع هذه العناصر معا إن مفتاح السعادة والرضا والنجاح العظيم والشعور الرائع بالقوة الشخصية والفعالية هي في تنمية عادة أكل ضفدعتك كأول شيء تفعله كل يوم تبدأ فيه العمل ولحسن الحظ هي مهارة قابلة للتعلم ويمكن أن تحصل عليها عن طريق التكرار عندما تنمي عادة البدء بأهم واجباتك قبل أي شيء آخر فإن نجاحك سيكون مؤكدا وهنا ملخص لإحدى وعشرين طريقة ناجحة للتوقف عن المماطلة وأداء الأشياء أكثر بشكل أسرع أعد النظر بهذه القواعد والمبادئ بانتظام إلى أن تصبح مرسخة بإحكام في تفكيرك وأفعالك وإلى أن يصبح مستقبلك مضمونا واحد هي الطاولة قرر تماما ما تريده والوضوح ضروري اكتب أهدافك ومشاريعك قبل أن تبدأ اثنين خطط لكل يوم مسبقا فكر على الورق وكل دقيقة تمضيها في التخطيط يمكن أن توفر من خمس إلى عشر دقائق عند التنفيذ ثلاثة طب قاعدة ثمانين في المئة في كل شيء إن عشرين في المئة من نشاطاتك سوف تحسب من ثمانين في المئة من نتائجك ركز دوما جهودك على قمة العشرين في المئة أربعة ضع بعين الاعتبار نتائج الأمور إن أهم مهامك وأولوياتك هي التي لها أهم النتائج الجدية سواء كانت إيجابية أم سلبية في حياتك أو في عملك ركز عليها قبل أي شيء آخر خمسة مارس طريقة ألف با جيم دال ها على التوالي قبل أن تبدأ العمل في قائمة مهامك خذ بضع دقائق لتنظيمها حسب القيمة والأولوية بحيث تكون متأكدا أنك تعمل بأهم نشاطاتك ستة ركز على المواقع ذات النتائج الأساسية تعرف وحدد النتائج التي تنجز فيها عملك على أكمل وجهنا على الإطلاق وأعمل بموجبها طوال النهار سبعة اتبع قانون الكفاءة المفروضة لا يوجد الوقت الكافي أبدا لفعل كل شيء لكن هناك دوما وقت كاف لفعل الشيء المهم ما هي هذه الأعمال؟ ثمانية استعد تماما قبل أن تبدأ إن التحضير المسبق المناسب يمنع الإنجاز الضحل تسعة أدي واجباتك المنزلية كلما ازدادت معرفتك ومهاراتك بمهامك الرئيسية أصبحت أسرع في البدء بها وإنجازها على الفور عشرة عزز قدراتك الخاصة حدد تماما الأشياء التي تؤديها بشكل جيد أو من الممكن أن تكون فيها جيدا جدا وأدي هذه الأشياء الخاصة من كل قلبك بشكل جيد جدا احداش حدد الضوابط الأساسية لديك حدد أعناق الزجاجات أو النقاط المخنقة داخليا أو خارجيا والتي تحدد السرعة التي تنجز فيها أهم أهدافك وركز على التخفيف منها اطناش خذ برميلا واحدا فقط في كل مرة يمكنك أن تنجز أكبر وأصعب الأعمال فيما إذا أنهيت خطوة واحدة في كل مرة ثلاثة اضغط على نفسك تخيل أنك ستغادر المدينة لمدة شهر وعمل وكأنه يجب عليك أن تنهي كل مهامك الرئيسية قبل أن تغادر أربعطاش وسع من قدراتك الشخصية تعرف على الأوقات التي تكون فيها طاقتك العقلية والجسدية في أوجها كل يوم وأدي أهم واجباتك ومتطلباتك خلال هذه الأوقات وخذ قصة وافرة من الراحة بحيث تستطيع أن تنجز بأقصى ما يمكن من جهد خمستاش حفز نفسك للعمل كن قائد شعاراتك وانظر إلى الجيد في كل موقف وركز على الحل أكثر من التركيز على المشكلة وكن متفائلا دوما وبناء ستاش اتبع مماطلة إيجابية طالما أنك لا تستطيع أداء كل شيء عليك أن تتعلم بتقصد بأن تؤجل كل المهام ذات القيمة المنخفضة بحيث يكون لديك وقت كاف لأداء الأشياء القليلة التي لها شأن حقيقي سبعتاش أدي المهمة الأكبر صعوبة أولا ابدأ كل يوم بأصعب مهامك بمهمة واحدة تخلق أعظم إسهام لك ولعملك وقرر أن تبقى بها إلى أن تنتهي تمنتاش جزء وقطع المهمة قسم المهمات الكبيرة والمعقدة إلى مهام صغيرة الحجم وبعدها أدي جزءا صغيرا واحدا بالمهمة التي بدأت بها تسعطاش اخلق فترات طويلة من الوقت نظم أيامك من خلال كميات كبيرة من الوقت بحيث تستطيع التركيز بفترات مديدة على أهم مهامك الرئيسية وكن شخصا معروفا بأداء الأشياء سريعا وبإتقان واحد وعشرين استفرد بإدارة كل مهمة على حدة وحدد أولويات واضحة وابدأ فورا بأهم مهمة واعمل عليها بلا توقف على أن ينتهي العمل مئة في المئة وهذا هو المفتاح الحقيقي للإنجاز العالي والإنتاج الشخصي المتزايد ضع قرارا باتباع هذه المبادئ كل يوم إلى أن تصبح طبيعية بالنسبة لك وبهذه العادات في الإدارة الشخصية وباعتبارها جزءا أبديا في شخصيتك سيصبح مستقبلك بلا حدود فقط افعلها ابدأ بالأهم ولو كان صعبا انتهى كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا التهم هذا الضفتع 21 طريقة ناجعة للقضاء على التسويف وإنجاز العمل بأقصر وقت للمؤلف برايان تريسي نقلته إلى العربية هبة الله الغلاييني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة